موشي موش أصدقائنا الحلوين رجعنا بالقسم الثاني من حكاية سفيا و روكتان والمرض والتعب يبدو أنه يأكلوني يا جماعة عن جد خلاص بلش الشتاء وبلش اطنعوا الأمراض بس برضو الشتاء أفضل فصل قبل ما نبدأ صالوا على رسولنا كريم شركوا بالقناة فعلوا الجرس وخلونا نوصل هالمقطع لخمسة آلاف لايك و لتس جو بتبلش قصتنا بالامبراطورة معاش الله من الخادمات اللي بيكونوا عم بيقوموا بالاهتمام فيها وبيحكوا لها مبارح أثناء سيرك بالشارع مو كأنه اطرف منك شخص وسيم كتير ليحكي معك نعرف إنه هي بامبراطورية تسوين وبتقولها خادمتها بصراحة للوهل الأولى بيّن كأنه نمر بشري كان كتير وسيم لدرجة إنه الشعر تحول فجأة لريش والتعنين بيحكوا أكيد كان الأمر غريب ومحرج ومذهل كمان أما فهي بتكون خزلانة وعلى الرغم من إنهم بشر إلا إنه جواهر ومنعرف إنها قريبة من جواهر الحيوانات ومنعرف إنه الإمبراطورة كانت بسنة الخامسة من الوقت اللي عاشت فيه بإمبراطورية تسوين بتقولها الخادمة إنه رح نزينك أكتر لتكوني أكتر أناقة وبتحكي لها الثانية مروق طويل من إنه أنت وجلالت الإمبراطورة تناولتو الطعام سوا لحيك لازم نخليكي تكوني أسطورية بتبهدل الخادمة الأكبر بيتي هاي واضح إنها كتير تلكلام بتقول هاي إغرسي تحكي لها آه سوري أنا كان قصتي بتقول الإمبراطورة مو مشكلة لا تعلو ما في داعي تفكروا بهيك أمور من غير الممكن أصلا إنه يظهر هلأ آه ماشي ماشي أصدقائنا رجعنا بحكاية جديدة وقبل ما نبدأ صلوا على الرسول الكريم شركوا القناة فعل الجرس ويقدر تنوصل هالمقطع لألف كومنت وخمس تالف لايك هاي شي رح يسعدنا وخلونا نكمل صليتوا على النبي حطيتوا لايكوا لسه فجأة طعم بتفوت لعندها ما بعرف الشكل غريب بس هي بني آدمة بتقولها صاحب الجلالة احنا بورطة بيقال إنه ظهرت إمرأة مطبوعة عليها اسم جلالة الإمبراطور ها كيف بالزبط المهم الإمبراطورة كتير قال بتنسو دم وبعدين من لاقيها قاعدة على ما يبدو مع حدا وبيتكون كمان في كتير من الأطباء والأشياء الشهية فعلا الإمبراطورة بتعد مع الإمبراطور وبيكونوا عم يعكلوا وبيحكي لها اسمات أنه وتيتي إجت للإمبراطورية فهو بيحكيها هي بتقول عم يحكي كمان إسمها الدلع واضح إنه مقربة منه ولاي بتقول له بس خليك تحكي معي أنت بالأول هذا هو الإمبراطور وبيحكي لها أكيد رح أحكي معك بالبداية بتسأله هل نمت مبارح جيدا بيحكي لها اسمات إنه الناس بينجي تبولك وإنه طبيعة أسماءهم عليهم بس شكلها طلعت إشاعة صحيحة وبيقول إنه كان حضون دافي ونعم ما بعرف هل الشخص المستفز هي بتكون كتير مدائقة وبتحكي عم تقول بكل وقاحة عن البنات الأخريات قدامي تبتسم له وتحكي له سعيدة والله بهالشي إذن هل قام صاحب الجلالة بيطبعه أيضا بيحكي لها لا بس شكلك الآن بتقول له بما أنها بتحمل اسمك فما بيسعني إلا أنه أشعر بالألأ بما أني الإمبراطورة بيسألها هل الأمر طو ماتش مو مشكلة خليني أنا أقوم بتحكي لأقوم من قلع مع القلع المهم طبعا هي بتضل قادة وبتكون كتير مدائقة وبتكون رح تبكي من القهر بتقول داميوس لو أنت رح تضل هيك خلونا نرجع للماضي زمان لما كانت هي مع هالذئب هاد بنعرف إنها هي و داميوس يعني سابيا الإمبراطورة هي و داميوس من زمان كتير كتير كانوا رفقات وهو على شكل ذئب وكانوا كتير صحاب وكان نسألها إزاي خايفة منه قالت له لا بالعكس كنت رائع فحكالها أكيد أنت اللي رح تكوني علامتي قالت له شو يعني علامتك ما عم بفهم حكالها إحنا لسوان عنا شي اسمه علامة فقالت له كيف يعني ثابة يحكي لها بيقال بإنه اسم الشريك القدر بيتمتبعته على جسد الشخص يعني عأساس إنه لا يكون هو زوجها أو هي زوجته وإنه يكون قدرها بيتمتبعت اسمه على جسدها واسمه على جسده بس مو إنه حدا بيطبعه بيظهر فجأة على الجسن تبتسم سافيا وبتقوله أكيد هالشي كذبه مستحيل فبيحكي لها لا عن جد هدولي كلين طبعا أسمائهم بيقعوا بالحب هالشي مقدر أردت له السوري بس أنا مو مثلكم أنا إنسان طبيعية واسمك ما رح يظهر على جسدي قال لها مو مشكلة أنت رح تكوني على جسدي وهالشي كافي لأنه أنت هي قدري لكن كل شي تغير ولها السبب كانت هي كتير حزينة سافيا فجأة فاتت لعندها واحدة مبينة حرباي من شكلها وبتقول يا حرام بلا مو القدر مختلف جلالة الإمبراطور بيظهر يحكي عني صاح وهد الشي اللي بيعني إنه اسمك يكون مطبوع عليه لأنه للأسف مو اسم سافيا اللي كان مطبوع على جسد دينيوس وإنما اسمها الحرباي اللي قالت لها السوري بسبب العلامة حاسة إنه لازم أضل طول الوقت موجودة جنبه باستمرار آه بالمناسبة انتي ما عبرك شفتيها من قبل صاح خليني أورجيك إياها هيك بتتفاجأ سافيا كتير بوقاحت ودنائتها البطيخة هاي اللي قاعدة عم تغيزها وتقولها إنه أنا طلعت قدر الإمبراطور ودينيوس ومو أنتي يا حرام سافيا بتنقهر كتير وبتقول شو الكلام اللي حكت لي يا دوبها بعدين بتروح وبتشوف إنه حرفيا هي نطط حضن دينيوس وكان يضمها ويحكي لها قلتلك لازم تكوني حذيرة جسدك تميب بالنسبة لإلي قالت له سوري كنت على وجهك أكعرقل فبيحكي دينيوس بس ليش أنتو التنتين سوا فبيحكي فبتقول له بالغلط يعني كنا مع بعض وأنا كنت حابة آجي وأزورك وأفاجأك فبيحكي لها أوبس كنت على وجهك إني أغادر بعدين هي بتسأل دينيوس شو اللي رجعك هل في شي تاني بدك تحكيه فبيقول سافيا آه صح كنت بدي أحكي لك شي لكن بتقطعها ومتزفت الحرباية وبتقوله أنا تعبانة ممكن تدخلني لجوة فبيحكي لها دينيوس أكيد خلونا نغادر أنا وياكي سافيا بتحس بالقهر وبتقول مش قادرة أنا تطلع لبرة وبتحكي لنا العدو واضح هالحرباية أكيد ما في غيرها وبتقول إنه مري وقت طويل من آخر مرة شافت فيها هالحقد القوي أصلا كيف وصلت على المكان بتحاول شايق مفير تنفس وتهدى وتقول لازم أكون ملتزمة بدوري كأمبراطورة وبس فجأة بيدير الوشاح الخاص فيها وبتحس إنه الجو برد وبتتقل كيف وصلت أصلا لهذا المكان بيقترب منها شخص وبيحط الغطى عليها وبيقولها ملابسك رقيقة جدا والجو بارد تلتفت هي وبتقول مين هذ الشخص بالضبط وبتسأله شو عم تعمل تتساءل هل هو من أكل اللحوم ولا من النباتيين يبدو من الأجواء إنه ممكن يكون صيخ سيء يحكي لها بعد ما جولت حول القلعة لفترة أنا كمان ضللت الطريق فهل ممكن ترشديني للطريق تستغربيني بتقول شكله ما بيعرف إنه أنا الامبراطورة تحكي لو سافيا أوكي بس رح أرد لك ثمن إنك رجعت لي المعتق شكرا لإلك فعلا تاخده لبرة وبتطلع عليه وبتقول إنه في عنده كتير من الجروح فشكله شخص رجع من المعركة ولها السبب بتسأله ممكن تحكي لي اسمك بالتسامة يحكي لها شكلك مهتمة فيه بتخجل وبتقوله شو الهبل بعدين شو أزك بالضبط بيشوف القلادة والقلادة تعني إنها متزوجة فبيحكي لها سوري ناتيني باسم روكسان فبتحكي له تمام إذا اتجهت بهالطريق رح تشوف بوابط القرعة يتشكرها وبقولها رجعي للمعضة بالمرأة الجاي اللي منتقابل فيها بتقوله أكي وبتحكي إذا إجاها الرجل لرؤيتي مرة أخرى فرح يكون ضير بحافل النصر هو بيتطلع فيها وهي بتفوت لجوا بعدين منلاقي بيتي كانت عم بتدور عليها وكانت الآن كتير وسألتها وين كنتي اعتذرت تبع منها وقالت لها سوري والله كنت عم بتنزعي شوي فهداني صغربت بيتي وقالت لها بس كأنه هذا المعطف لها رجل أخذتوا منها فورا وحسيت بالخجل وقالت لها رح أنام هلأ لهيك إنقل عيمتي بعتي سألتها قلت إنك مش قادر تنامي فهل أحضر لك بعض الشاي الدافي تحكي لها لأ شكرا حاس إني هلأ أفضل وبتحطها لها لحتى تنام وبتتذكر يوكسان وبتقول عنده انطباع مختلف عن ديميوس بشعره الأسود وعيونه الضعبية مبين كأنه شخص من دولة أجنبية بتذكر إنه حكا لها رجال المعطف بالمدى الجاي اللي أشوفت فيها وحكا لها ما بعرف يعني وأنت رح نرجع متلقى أصلا وبينما تكون سابية قاعدة بوقت الإفطار مع الضرف ديميوس اللي كان لطيفه وصغير وصار مؤرفه وكبير بيحكي لها إنه انت دفعت هتايت مبارح بيحكي له نعم أنا كيف وانت فبيحكي لها لا تتظهري بعدم المعرفة والكذب بتقوله قصدك لما تعرقلت كانت مجرد حادثة بيحكي لها بليز لا تخد عيني بالذات بيني أنا وياكي بتحكي له هاد اللي صار فبيقولها طيب المهم إنها هلأ بخيري وبتمنى ما يرجع تكرر هاد التصرف لا تسبب بمشاكل ليا حضرة الإمبراطورة إذا استمرتي بعينادك ما رح يكون عندي خيار غير إنه أتابع بهذا الأمر تسأل هل عندك دليل بأنه أنا اللي رفعتها بيحكي لها لا فبتقوله كيف عم تستجوبني إذن وإلا أنت أصلا ناوي إنك تحط الحق علي بكل الأحوال كتير بحب الطاولة اللي بتكون كتير عملاقة والإثنان أصلا بدهم تليفون لحتى يقدر ويحكوا مع بعض بقولها صراحة أنت صارة كتير مزعجة ما في سبب بيخلي تايتي تكذب علي بتقوله عن جد اقتنع أنه ما في سبب فبيحكي ليش ممكن تعمل هيك شي وتوقفي عن النقاش لأنه صراحة صبتي لي هي بتغضب أكتر وبتقوله حل عني وبتقوم وبتقوله صحتين قصدي سمي الهاري وبالمساء ترجع تطلع لبرية وتكون عم تتخيل دانيوس وتقوله وين رحت ليش اختفيت فجأة لكن فجأة بيظهر يوكسان وراها تستغرب لما تشوفه وبقولها عينة قابلناك كمان مرة تحكي له غريبة أنك موجود بهذا المكان هالمكان بس للعيلة المالكة فكيف أنت موجود فيه فبيحكي لها خلينا نبقي الأمر سفيا بينما كنت بصير على طريق أوراق الخريف برضو رجعت لهذا المكان سمعت انو الورقة هون كتير حلو عمرك شفتي بتقوله لأ لسه فبيحكي لها تعالي شو فيهم معي بتوقع انو براح يكونوا أحلى لما نكون سوا بتستغرب وبتقوله شو قصدك فبيحكي لها يعني قصدك رفقات بتقوله آه أوكي بيحكي لها بصراحة أنا رجعت من معركة وما بعرف حدا وبشعر بالوحدة بالمعنو لتقينا كمان مرة شو رأي تنسير رفقات بتبتسم سادية وبتقوله أوكي شرف لإلي وبتتسأل هل عن رضب بدك تكون صديق لإلي معناته لازم أكشف لك عن هويتي ما فيني أخبعك للأبض بتتأله هل نحكي لبعض إحنا مين يحكي لها تماما لكن بينما هو عم يحكي معها فجأة بتظهر الزك تاتيتي وبتقول جلالة الإمبراطورة ما توقعت أشوفك بهذا المكان بتلتفت هي وبتقول شو جابها الحرباية لهون وبتسألها خير وبتحكي هلأ رقتن باختصار عرف هويتي بتقولها سري خبرني جلالته إنه في مكان هون بيعجبني يمكن كان بده يجيبني عليه فهيك كنت عم بتفرج حول الحديقة وبتحكي لها كمان تعرفي هون المكان كتير حلو بدي أخلي دام يوصي جرع لي أشجار وما بعرف شو بتغضب سبيع وبتقولها مستحيل تعمل حالة كتير كيوت تاتي وبتقولها ليش من أول ما قابلتك وانت بترفضي كل طلباتي لأ عن جد المفروض أكون كتير حاب بيدك لأنه انت سرقت في دوجها المهمية بتكون كتير معصبة وبتحكي لها لأنه باختصار هالمنطقة خاصة لا العيلة المالكة وكمان بالذات لا الامبراطورة فبتحكي لها عن جد إذا هالشخص هذي اللي جنبك من العيلة المالكة بيقدر بركسان وبيعرفها عن حاله وبيقولها أنا رفيق لصاحب الجلالة فبتحكي عن جد الامبراطورة عندها رفيق بس شو كنتوا عم تعملوا هون بركسان بيقول كنا عم نتمشى احنا كمان بنحب المشي فبتقولهم طيب بتحبوا نتمشى سوا فبيحكي لها رفيقسان لأ لأنه أنا هي رفيقتي الوحيدة هي تنبسط ساذية بس طبعا أكيد هي بتكون معصبة وبتقولوا آه أوكي هلأ فهمت علاقتكم شكله انت كمان عندك عشي ومو بس الامبراطور اكتر شي مستفز لما تكون الوحدة حرباية وقليلة القلب وتكون كمان وقحة بلا بلا حطيتوا لايك شوفي امبراطورة نصيحتي لأيلك تمسكيها من شعرها وتورجيها عن جد نجوم الظهر المهم بيتطلع تنين هيك بيها وبتحكي لها باختصار عد عشيقك يعني مش أكتر ساذية بتعطيها نظرة مؤرفة وبتقول أوه لا ماقول مش من المقبول ان يكون عندك يعني عشيق ولا كيف لا تقلي ما رح أنشر أبدا أي إشاعات عنك ما تخافي ما رح يصير أي شي الإمبراطورة بتحكي لها لا هو رفيق ومو أكتر واللي حكيتي هيك هلأ مجرد إهانة بتحكي لها آه سوري ما كان قضي بس هل أنت متأكد انه عن جد هو مش حبيبك تطلع هي بعيونها وبتنقهر أكتر وبتحكي هي نفس العيون اللي شفتها آخر مرة لما أذرتي لي النقش عن تتظاهري بالبراءة بس أنت عن جد مستنقع عمي بالحقارة المهم روكسان بيقترب وبيحكي لها طعب طبعا وراح يكون من الصعب انه ينظر الرميع للحارس بهالطريقة هي بتطلع فيه وبتقولها الشخص كتير أسطوري وعم يقدر يوقفها عند حدها فتحكي ديتي أوكي سوري أنظروني لازم أغادر بصراحة مش عارف أنتو قسمها يا تيتي ديتي ما مش قادي أحكي ديتي ممكن المهم تطلع هي فيه وبتحكي لها كنتو بتعرف إنها عشيئة الامبراطور فبيحكي أكيد كلنا منعرف هالإشعات منتشرة بكل مكان فهي بتحكي الامبراطور والله كله منه وبسببه إذا هجمت الآن ستاتي فيمكن تصير هدف للامبراطور لهك انتبه روكسان بيبتسم وبيقولها اللي أنا علي فبتحكي له لا لا مش هيكا أصدي بيقترب منها وبيحكي لها طيب هل راح تحميني لو هيكصر شي بما أنه إحنا أصدقاء بيخزن بتقوله أكيد فبيحكي لها تمام الوقت تأخر خليني إذن هلأ أغادر بيشوفك مرة أخرى بحفل النصر هي بتحس باللطافة وكمان بالوحدة لما يروح وبتقول نفسي أتشكرك صباح اليوم التالي برضو بتكون رايحة طبعا لحتى على الأغلب تعد على الإفطار وبتكون عم تمشي مع بيتي وبتسمع بعدين شلم للفتيات بيكونوا عم يحكوا إنه قال العلاج مبالغ فيه ومبارب شو فبتستغربوا وبتسألهم عن شو عم تحكوا بيقولوا لا آه سري كنا عم نحكي عن البرابرة لأنهم لسه غير قادرين على دخول العاصمة هالشي مبالغ فيه بتستغرب سبيع وبتقول كنت معرف إنهم وصلوا للعاصمة من أكثر من جهر فبيحكوا لها ما هيك وقال بأنهم لسه بيخيموا بدون ما يتمكنوا من دخول بوابة العاصمة الإمبراطور أعطاهم أمر بالانتظار تستغرب سبيع من هالكلام وبتسأل ليش فبيحكوا ما بنعرف السبب لكن هي المرة الأولى اللي بنشوف فيها موظف حكومي بيتعامل بهالطريقة السيئة سبيع بتتشكرهم على إخبارها وبتقول ليش داميوس لا يعمل ليك شي فريق القهر هم أبطال حفل النصر هذا لازم أقابله شخصيا وأسأله بينما هي بتكون عم تمشي تيجيل عندها كبيرة الخدم باستعجال سيدة لي مورتي وبتسألها خير شو فيه فبتقولها الإمبراطور عم يستمعكي بغرفة الرسم بتستغرب وبتروح لحتى تشوفه بتلاقي واقف وبتسأله خير حضرتك واقف ليش مبين كتير جاد بتتسأل إذا إله علاقة باللي صار من قبل وبيحكي لها تاتي حكت إنها انشافتك مع رجل عند البحيرة فبتقوله طيب وبعدها بتحكي آصح نسيت إنه هديك الحرباء إلا ما تقوله وبتسأله شو يعني كانت عم تبكي لك وحكت لك إنها تعرضت للإهانة ولا كيف فبيحكي لها لأ بدي أعرك شو نوع العلاقة اللي بتخليك تكوني مع رجل لها لكم هل تم القبض عليكم من قبل تاتي وإنتوا سوا بعلاقتكم السرية والصغربية أنا ليش عم بتبرري له حكي له ما دخلك المهم بتقوله هو مجرد صديق فبيحكي لها وجود صداقة بين الأنت والذكر عن جاد هالشي بيثير الدهشة بتقوله معلش ما عم بفهمك أنا ممتلك أنا بشرية وبقدر عادي أكون صداقات المهم بتحكي له أنا أصلا كمان كنت جاي أشوفك إراجاء إزالة الأمر تعطلة بالانتظار لفريق الإخداع هالشي أكيد ممنطقي فبيحكي له انت شو دخلك شي ما إلو علاقة بالإمبراطورة بتقوله لا إلو علاقة فيه مثل ما هم شعبك هم شعبي كمان مهما كانت المشاعر اللي موجودة بينك وبين الدوق لبر فهم أبطال ضحوا بكل شي من أجل الإمبراطورية ولازم اتعاملهم بشكل جيد بيغضبوا بقولها متنع عن الكلام وكمان بيعطيها فيب مخيبة كتير هي بتتوتر وبتقول كل النوافذ مغلقة بس معيك شعر عمية طاير بتأكيد هالشي دليل على أنه حيوان بحكي لها طيب اعمل اللي بدك إياه بتتسأل هي خير ليش حضرتك كمعصب لهالدرجة بعدان لقان سريموردي بتيجي لعندها وبتسألها إزاي بخير سابية بتقولها أنا تمام بس إرسلي رسولة البواب الشرقية للعاصمة ليعطل إذن لفريق الإخضاع لحتى يفوتوا وبتفويض من الإمبراطورة رح نوفر لهم مكان للإقامة الآن سريموردي بتقولها حاضر وبتتقالي كيف تمكنك سان إنه يدخل للأصر بكل الأحوال على الأقلب هو عضو من فريق الإخضاع فجأة تاني بيجي واحد من الفرسان من فريق الإخضاع وفورا بيكون مستعجل وبيخبرهم إنه بوابات للعاصمة انفتحت وأخيرا حصلوا على التصريح لحتى يفوتوا بيفرحوا كلهم وبيكونوا سعيدين وبيقولوا يبدو إنه الإمبراطور أخيرا رجع لرجده فبيحكي واحد فيهم إذا قلت هالكلام حتى بعد دخول العاصمة رح يتم الأبضح عليك قال على أساس إنك عمبتين لعيلة المالكة فبيقول خليهم يقبضوا علي عشنا بجحين لمدة عشر سنين وهيكي نتعامل عن جدا أن الموضوع مستفز بعدين بيقولوا صح وإن ركسان فجأة بيلقوا وصل وعلى ما يبدو إنه وقائد فريق الإخضاع بيسأله وين كنت وإنه البوابات مفلوحة فبيحكي بعرف أنا دو بيجيت من هناك فبيقولوا إنه الإمبراطور أخيرا فتح القلعة لكن بيحكي ركسان وإمبراطور وإنما الإمبراطورة لأنه الإمبراطور الزفت أبدا موافق بس لا تقلقوا رح نخليه ينضم بالتأكيد وهيك بيعطيهم الأوامر بإنه يفوتوا لها العاصمة بيحتفوا كلهم وهم مسعيدين وأخيرا منشوفهم من نصر بيكونوا الإمبراطور والإمبراطورة عم يدخلوا من الاحتفال السوا مع بعض يعني على أساس وهي بتحكي الكل عم يتطلع لنا هذا هو أول ظهور عالني لديميوس من وقت تولي الحكوم ويمكن عم يتسألوا لأي مدى التوراة على إتنى إضافة لوجود الحرباء توقعت إنه ديميوس رح يعطيها معاملة خاصة لكنه أعطها مقعد ما بيجلسوا عليه إلا ليلة المالكة عن جد خليني أحاول أتنفسه أهدف شريق زفير بعدها بتقول ما فيني أظهر اهتمامي بأبوط الإخضاء قدام هدول الناس الأبواق تقرأ وكل شي وبيدخل الضوء كلاود لابر القائد العام للأول عقبية وبطل حفل النصر لما يشوفوه الكل بيتفاجأوا وأولهم سابية لأنه روكسان هو اللي ظهر تتفاجأ سابية لما تشوفوه وبتقول روكسان هو طلع نفسه الضوء لابر بس اسمه دوق لابر هو كلاود بتسأل عن جد إذا كان بدو يخفي حقيقة إنه هو الضوء يطلع لها بابتسامة وبتشعر هي بالخجل بيحكي الامبراطور أهلا بيعودتك فبيعرفان بأنه كلاود لابر ورجع بعد إخضاع البرابرة وبيقول عم بنخطط لمواصلة استكشاف منجم الحجر السحري بعدين نعثر على ستة حتى الآن لداخل أراضي البربرية وبيجري استكشاف مناطق غير مرسومة على الخريطة بقيلها بتقول فينا نجني مبلغ فلكي من المال من خلال منجم واحد ست مناجم إنجاز عملاق الكل بيكون عم يحكي عنه ويقوله نده لابر أسطوري لكن الامبراطور بيكون مش صايقه وبيحكي له أحسن تصنعا نفس الامبراطور وده يكونه رفقات وبيقوله تكريما لإنجازاتك شو اللي بتحب تاخده كمكافأة الكل بيبلش يحكي أكيد بده يطلب الوصول الكامل للأراضي البربرية وانه تكون المناجم لقيله وغيره لكن على العكس روكس هم بيقول بدي أحصل على مباركة من صاحبة الامبراطورة عكدا شي بيخلي الكل يستغرب وبتتفاجأ السابية بالذات وبيحكي طيب لازم تطلبه الشي مدئيس الكهنة الشخص اللي بيحمل نجمة عشتار هو مثل القديس ودعيك فيه مؤهلة لإعطاء البركات نعرف إنه نجمة عشتار هي امرأة إذا تزوجت رح تعيد أحياء الامبراطورية وبتقول السابية لأني كنت نجمة عشتار اللي أشار إليها الكهن طلب مني دميس أد تزوجه وهلأ روكسان عم يطلب مباركتي تحكي له تمام معنه مباركت قبل هيك لحدا طريقة ما حاسنا فيني أعملها لاروكسان تنزل عنده بتقوله كنجمة عشتار ببارك لادو ليبر وبعد المباركة بتقول وبتتذكر الكلام اللي حكالها إياه إنه كنت بعيد جدا بسحة المعركة وما بعرف حدا غير عدد قليل شقة الأقدار نتلقى مرتين وبتحكي له عسى إنك تتحرر من الوحدة وتلاقي مكانك بالحياة هو بيتفاجأ وبيحكي لها التقلق لامبراطورية الوحوش بيكملوا عذف وبعدها بيكون الرقصة الأولى للامبراطور والامبراطورة وبيتم فتح أبواب الاحتفال بينما عمير قصوصة وبيسألها هل هو هون تنزعجية وبتقوله ها فبيحكي لها عشيئك هل هو موجود تحكي له خبرتك ما عندي عشيئ فبيحكي له إذا أردتي في كتم رحي عادي بس بتعدي عن الدوق ليبر بتقوله بالله وليش هيك شي ما إلك حق تدخل بمين برتبط وهلأ حل عنه بتقترب بعضها تاتي وبتسأل داميوس شو اللي عم بيسلك بشرتك مم بينة على بعضك بقولها ولا شي خلينا نغادر سوا بتبتسم وبتحكي له تمام سعبية بتطلع فيهم وبتقول بتسأل عم إذا كان هذا هو السبب إعجابي فيه لأنه كان يخليني أبتسم على عكس اللي أنا كنت أعمله بعدين منلاقي بعض الفتيات عم يقابلوا تاتي ويحكوا معها ويقولوا لهم سعيدين كتير كلهم طبعا عم بيحاولوا يحصول على فرصة لا يتقربوا منها وهي بتحكي سوري متما كانت أحضر الحفلة الراقصة سبب حالة الصحية بعدين منلاقي أمها وأبوها إجول عندها وصلموا عليها وهم أحد النبلاء المحليين اللي صاروا طبعا بهذا الشكل والفتيات بيتابعوا الحديث عن كمان روكسان وبيقولوا إنه صراحة طلع أفضل مما تخيلنا كنا بنفكر إنه الإمبراطور أفضل رجل لكن هلأ صرت أفضل الدوء أكتر يعني الإمبراطور ما بعرف كيف بس كتير حلو أحلى من أغلب الرجال أما من ناحية الدوء فهو مبين كتير قوي كلاهما من أفراد للعيلة المالكة وولداء من دماء وحوش لهيك من الطبيعة نتم المقارنة فيهم وبتحكي سابي على هاستباب ديميوس حذر من روكسان المهم أم وأب دايتي بيكونوا عم يحكوا كلام مستفز جدا وبيكونوا عم بيحاولوا حتى يخلوا الإمبراطورة سيديا تغضب وبيكونوا عم بيقولوا لها إنه بتحب نجيب لك حدث وأسمعه إذا حاسب الوحدة من هالكلام يغضبوا حتى الفتيات النبيلات وبيقولوا كيف عم يتجرق ويحكوا هالكلام للإمبراطورة وبيحكوا سبحان الله كيف الأدار جامع غزالتنا الحلوة مع الذئب الأبيض عن جد قديش متناسبين كأزواج ومن هالكلام هاد وبتحكي بعدها تيتي بصراحة طلبت أنا السماح لقوات العاصمة بالدخول تستغرب سذية وبتقول نعم أنا اللي أمرت بفتح البوابات كيف فيك تكذبي عيني عينك قدامي طيب يتأثروا بعض الفتيات وبيقولوا عن جد ما كنا منعرف انك حكيمة لهالدرجة بتقول لا بالعكس على ما يبدو بما انهم جاربوا المجد للإمبراطورية فمن العادة الأهم يتلقوا هيك شي لكن فجأة بيحكي واحد من الفرسان كيف هيك عم بتقولي الإمبراطورة هي اللي أمرت بفتح البوابات ومو أنتي على الإطلاق صح روكسان بيقول روكسان طبعا كل اللي صار كان بفضل الإمبراطورة وبيحكي مو بس هيك كمان حضرتها وفرت لنا مكان للإقامة عن جد انها شخصية أسطورية روكسان بيقول بنعبر عن امتناننا لجلالتها لأنه لو لها ما كنا رح نتمكن من الحضور تفرح سابيا وبيقولوا متل ما هو متوقع من نجمة عشتار من وقت ما جاءت للإمبراطورية ما عم غير السلام على هالأرض قامت بكل أعمال الخيرية لمساعدة الفقراء عن جد انها عطوفة وحكيمة بنفس الوقت وبيسحبوايك على تيتي بس بيقولوا ليش كنتي عم بتكذبي بيها الشكل هاد يا حضرة الكذابة بلا بلا حطيتوا لايك بالمناسبة بتحبوا نحكي أكثر مثلا نحكي لكم عن مغامراتنا أو عن معلومات عننا أو أي شيك أهبل نحكي خلال المقطع ممكن لو وصلنا هذا المقطع عن جد لعشر ثباف لايك كل مقطع رح نحكي فيه سر من أسرارنا أكثر ونشارككم أسيئة بلا بنعملها بحياتنا شو رأيكم؟ تبنا طبعا رأيكم بالتعليقات ورح نحط لكم رابط حسابنا على الإنستغرام لحتى نضلش كمان نتواصل هناك معلش أعرف أواصل بس عم بحيب أحكي معكم طبعا أكيد تيتي الزنخة توقع بورطة الكل هلأ شاف إنها كذابة أخيرا الكل عرف إنها نصابة وكانوا عم يتسألوا ليش طيب هيك تصرفت ليش لأنا كذابة هي احتارت ومعارفت شو تحكي وقالت فكرت إنه اللي حكيته صح كيف فكرتي بالظبط المهمة تدخل مرة أخرى هالشخص الرائع هاد وحكى مستحيل كيف ممكن كلامك يكون صح؟ من المستحيل إنه تحتز الشمس القوية يعني الإمبراطورة السابية بمجرد غطا وسادة يعني عم يتمزخر عليها صار الكل يضحك عليها وهي حسد بالقهر اتدخل والدها المؤرف وحكى شو قصدك عن بنتي هل بتعامل بنتي مثل عشيقة متواضعة؟ هي عشيقة متواضعة وحكى من الواقع هتحكيك شي خصوصا من قوات بربرية بهالأثناء اتدخل أكيد روكثان وحكى له شو قصدك كونت لوفر هل عم بتحاول تهين الأطبع الخاصين فيه وتوقع إنك لهلأ لسه ما بتعرف إنه إذا استخدمت مكبيل و المبالاد رح ينقطع لسانك بيخاف كتير فورا وبيطلع حرفيا شكله الخاص بالغزال لدرجة إنه مرعوب وبيصيره عم يضحكوا عليه بيعتذر وبيقول بليزر ثكبت خطأ فسعمحني ونفس الشي تيتي تطلب إنه يعني قال تسامح والدها ومن هالكلام تحكي له ممكن كاعتذار تقبل طرق طمعي يعطي هذيك النظرة وبيقول أنا بحب أهدي رقصة الأولى لمنقستي صاحبة الجلالة الإمبراطورة بتتفاشق سريع أكتر وبتنقهر تيتي الزبتة ولهيك بيسألها تسمحيلي من الرأس الأولى وصل لك إحساسي بيكي فعلا ببالش يرقصوه على الألحان والأغاني لا 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 بيسألها هل بتشعري بخيبة أمل لأنه أخفيت عندك هويتي؟ بتقوله صراحة رح يكون من الكذب أحكي لك أنه لا بس بما أنه أنا كمان أخفيت حيث أني كنت لأمبراطورة فبتوقعت عادل يحكي لها روكسان هو اسمي عن جد هو اسم طفلتي الاسم اللي أعطتيني إيا والدتي وأنا متعلق فيه أكتر بكتير من اسم كلود لهيك بتمنى عن جد تستمري بمناداتي كروكسان إذا ما تبرتينا أصدقاء بتقوله أكيد وبيغير تافى دامتريش بيكون كتير مأهور على هالشي وبيروح يرجع يحكي مع روكسان بعد نهاية الحفلة وبقوله رجعت على قيد الحياة بيحكي له أكيد هالشي بفضلك طبعا فبيقوله دامتريش لا يهم لأنه ما في شي فيك تعمله ما فيك تحكي على أي حال أنت بس بتستمر بإزالة الأشياء البعيدة وأنا الإمبراطور الحالي الإمبراطورية والإمبراطورة لقلي لايك أكيد الأمر مرهق بالنسبة لإلك بطمنا ترتاح يلا عن أذنك رح أغادر بينقهر كتير أكسان أما عائلة تيتي فبيكونوا قاعدين سوا وكتير مأهورين من الإحراج اللي صابهم لدرجة بيباليش يكسر بالقواني ويقول كيف بيتجرق هذاك الشاب أنه يخزيني أمام هذاك العدد من النبلاء وبتقول الأم عن جد كم سعر هالزجاج بس اللي كسرته يا لهوي كم رح ندفع بالضبط بيقولها عن شو عم تحكي أنتي هالأشياء أصلا زنبك المهم بينما هم لتنا عم يتخانها قتيتي بتخبط هيك بالأرض وبتحكي هاي موفرزتنا الوحيدة هيدو رح أحكي أنا مع جلالة الإمبراطور وأجب لكم مقعد جايد بالمرة الجاية ثابي يضموها هالعيلة اللي كلها ليلكي هاي وبيحكو لها أنتي ابنتنا رائعة المهم بيقولولها في لسه طلبنا نطلبه منك شو رايك تطلبي من جلالته أنه يعطي غالارد سيف جايد يعني يصير فارس طبعا غالارد هو أخوها وكمان قال عم بتدور على بيت بالعاصمة يعني هيك أشياء متل ما بتعرفي بتبتزم هي وبتقولهم من المقرر يجي الإمبراطور لهيك فيكم هلا ترجعوا بعدين من التناقش بيقولولها أكيد أهم شي طبعا أنه نفوذ بقلب جلالة الإمبراطور أولا وبيحملوا حالهم لحتى يغادروا وبيقولولها تأكدت خبري بس الكلام اللي عملنا صح المهم هي بتكون مزعوجة منهم ويتقعد بعدين مع حالها تمزعش حالها وكمان تكسر بكل الأشياء وتقولها دوليك الأشخاص متل اللي تبع بيضلوا يطلبوا مني كل شوي وكمان خلوني متل الغبية قدام الآخرين وبتملش تسريخ على بقية الخدم وتقولهم شو عم تعملوا نطفوا الغراض فورا ما بعرف ليش فيه 300 خادمة قاعدين عندها بس بيقولولها حاضر وبينما واحدة فيهم عم بتنظف بتقوم بتدعس على رجلها وبتقول هلأ بشر بتحسن جاهزوا العلبة لاني رايحة لأشوف الامبراطور لو كان بإمكاني بس أخليه ملكي بشكل مثالي بوقتها رح أتخلص حتى من والدي الغبي بالمناسبة هي مو بنتهم الحقيقية وإنما ابني متبنات المهم بعدين منلاقي انه الامبراطور قاعد بغرفته وتيتي تاقها اجتل عنده يسألها خير شو اللي يابت فبتقوله جيت لحتى أشوف وضعك وبتقول قال انه هو جميل بالزيادة وبعدين تحكي رح أخلي ملكي المهم يحكي لها بتتصرفي دائما بهدوء قدامي خلاف لشخص آخر قصد الامبراطورة طبعا هي بتحكي له أكيد لأنك محفور بقلبي فطبيعي اني أكون هيك رح أكون دائما غزالتك الخاصة وبتعرف هي انه بيحب البنت النعمة ولاسبب هي بتحاول طول الوقت انه تخلي ملكها يا شباب الحفلة رسه مستمرة حفلة النصر اليوم الثالث المهمين شوف شو اللي رح يصير يعني نفس المبلاء بيجمها بيرجعوا ويتقابلوا بيرجعوا يرقصوا بيرجعوا يعطيوا وحده بيعرف شو وضعهم المهم الامبراطورة بتكون قاعدة بتحسوها عرفيا مثل المعزولة وبتقول في عندي كتير من الأعمال اللي لازم أقومها بتوقعني رح أطل للانتظار شوي بعدا أغادر روكسان أصلا مموجود بينما هي أصلا هيك تحكي بتقولها شوي شو كنتم بفكر دوبي أنا لش عبهتم إذا روكسان موجود ولا لا فجأة بيقترب منها شخص آخر وبيحكي لها صاحب الجلالة وممكن تقبلي ترقصي معي هي بتقول مين هاد بالزبط بينط واحد ثاني بيقول لا ليس يرقصي معي أنا أول وبيصيروا تقريبا يتخنقوا على الموضوع تستغرب سافيا من اللي عم بيصير وبتقول شو كي ليش الكل عم بيحاول يرقص معي وبيحكوا البقية بشكله الإشعات صحيحة بيقولوا أي إشعات قال في إشعات مفادها إنه ذكور مختلفين بيجوا بيروحوا لأصر الإمبراطورة كل مرة باختصار يعني الزبطة تيتي نشرت إشعات عن الموضوع لحتى تخليها على أساس تبين إنها هي حدا مو وفي للإمبراطور وبيصيروا بقية السيدات يسألوها هل هو صحيح؟ تبتسم طبعا الحرباي ولما تكون نعرف إنها لما كانت بالغرفة كانت خادمتها تسألها إذا هي بخير وإذا صار أي شيء فحكت لها بصراحة بيقولوا إنه صاحبت الجلال الإمبراطورة بتجيب أشخاص للأصر وبغشى إنه الإمبراطورة ينزعج إذا عرف بتتفاجع كتير الخادمة وبتقولها بس هاتسر بليز لا تحكي لحدا أكيد يا حرباي وطبعا هيك أكيد تم نشر هالإشاعات لأ والحلو إنها بعد ما نشرت هي الإشاعات اتدخلت هي للدافع عنها وقالت هل في دليل على هذي الكلام اللي أنتو عم تحكوه عن حضرة الإمبراطورة بتمنى ما تنشروا هاي الكلمات بالأرجاء رح يكون الأمر مزعج جدا للإمبراطور لو سمعوا هم بيحكو لها ما توقعنا إنه قلبك طيب لهالدرجة وإنك كيوت لا أكيد مش هيك بس إذا كانت الإشاعات صحيحة بالعكس هالأمر جيد أنا سعيدة أسمحي الكلام لأنه بصراحة كنت أكون قلانة إنه الإمبراطورة تكون وحيدة كل يوم بسببي أنا لأنه دائما يكون بس الإمبراطور معي بهالأثناء فجأة بنلاقي المسكينة بيتي على ما يبدو حدا دفشها وقعت اتفاجأت هيك وسألتها إذا هي بخير كان في شخص معصب وقالها أنت عم بتسدي طريقي طلعت فيه وقالت له كأنه ضوبك دافعت خادمتي بيحكي لها آه سوري هل كانت هي خادمتك؟ ما بعرف اسمي جالرد لوفر باختصار هاد هو أخذ زب تهديتي بتقوله طيب بس أعتذر لخادمتي أولا بيحكي لها سمعت إنه بتقابلي رجال فإذا بتحبي أنا أكون منهم تنهر هي كتير وبتحكي له مستحيل أنسى وقاحتك وبتخبطه هيك فجأة بيوصل روكسان وبيمسك إيده وبيبلش هداك يصرخ عليه بيتفش وبيوقعه قدام الجميع تتفاجأ هي أنه أنقضها وبيسألها روكسانة زي بخير بيحكي لها فيه إشاعات غريبة عم بتدور بالأرجاء بتقول مع مشكلة الإشاعات رح تنتهي لكن هو بيحكي كل ما انتشرت الإشاعات بين الأشخاص كل ما حد زيد التفاصيل المضافة ولها السبب عم بيتم جذبها دول الأشخاص الوقحين لها السبب بليز بيقربها وبيقولها استخدمي نيلا إلي بتقولها ماذا تقول بيحكي لها يعني رح أصير أنا عاشئك عن جد بتقولها ناني شو عم بتخبص بيحكي لها يعني أن تظاهر إذا كنت بجانبك على الأقل ما رح تصير هالأشياء فهي بتفاجأ وبتطلع وبتشوف دمت فلش كتير مأهور ومن غاز وبتحكي لها أوكا تمام أنا موافقة فبيحكي لها إذا خلينا نروح مع بعض سابية بتقول اسمي من زمان ما سمعته دائما الكلبي ناديني الإمبراطورة أو صاحبت الجلالة بيحسسوني إنه شي بشع يعني إنه حدا يناديك الإمبراطورة نادوني الإمبراطورة بالكومنت المهم طبعا ده مترشيك كتير بيكون مزعوج أحلاشيني مش عم بعرف اسمه بالزبط نسيت اسمه فلايك عم بحكي اللي ماتفاش مش حار بيطلعوا سوى الإنين بره وبتسأله ليش بني لهون فبيحكي لها الحديقة السرية هي المكان اللي بيتقابلوا في العشاء فبيحكي آه عن جادة هيك الوضع بيسألها بشو عم بتفكري بتحكي لو بتسأل إذا عندك إنت عشيقة بيقول لو كان هيك ما بتوقع إنه يعني رح أطلب منك شي أنا من قبل كان عندي علاقة ثمينة وكمان لهلأ بحبها لهذا اليوم لكن افترقنا بيظروف ما فيني أجنبها مري كتير من الوقت بالنسبة لإلي لأعثر عليها مرة أخرى ليش حاصل إنه هاد هو نفسه اللي هي مفكرته إنه هو دمتلت وهو أبدا مو نفسه المهم بتقوله أنا متأكدة إنه هي كمان عم تستنعك بيبتسم هو وفجأة بنسمع أصوات مختلفة على ما يبدو إنه الزنخين الإمبراطور والإمبراطورة كانوا موجودين وقربوها منه وحكى لهاد مكان مثالي لازم ما نخسار إحنا كمان بلا بلا حطيتوا لايك طبعا بالتوضيح عنها كيف ما بنآمن بالإشياء الموجودة بالمانهوات ولكن بالعصر زمان كان هشي مسموع في النسبة لإليهم المهم لهالسبب الوقسان بيقولها إحنا كمان لازم ما نخسر وتنتشر الإشاعات بيقترب منها هيك وبيخليها تنحني وبيقولها خليكي بس لحظات ساكنة بيها الشكل بتشعر أنه مقرب من بعض وبيشوفوهم أشخاص طنين وبيقولوا إذن فعلا الإشاعات صحيحة هذا دو أكلاود هو اللي جنبها عن جد معناته هو عشيقة وهيك فعلا بسهولة بتنتشر الإشاعات وبيقولها ألا خلينا نرجع للحفلة هي بتتفاجأ من تمثيله وبتقول كأنه كتير متقن للتمثيل لما يرجعوا لتنين سوا الكل بيقول إذن الكلام صحيح ومستحيل إذن أنه الإمبراطورة تكون مثل الإشاعات المذكورة هي أكيد حتكون مخلصة لاروكسان واروكسان مستحيل يسمح لحدا تاني أنه يشاركوا الإمبراطورة ولها السبب فعلا تقريبا بيتحسن الوضع وبتقول النظرات اللي بتتجه نحونا واضحة مع أنه عن بشهر بشوية ضغط لكن بتحكي له ممكن يروح لما كان فيه أشخاص أقل بيقولها إذن لنذهب إلى الشرفة فعلا يطلعوا لتنين لبرة وبتقوله شكران على المساعدة كنت قال أنا أنه رح أسبب لك مشاكل مضرورية يحكي لها أنا اللي طالت منك تستغل الموقف تستغل بسافية بتقول لش ساعتني ما كان مجرد مساعدة صديق هالشي ممكن يسبب لك مشكلة كبيرة ولها السبب بتقوله ممكن أعرف يعني ليش في هالأثناء منلاقي الزفت لما ترش وكمان تيتي دخلوا للمكان وبتقول شاهد الجميع الإمبراطورة بتفوت لهون هلأ بطلت تخفي لقاءاتك بتقوله سبي عفوا ليش ممكن أخفيها بيحكي لها تمام بطل إلك أي كلامك إمبراطورة اسم الإمبراطورة أنك أنت حاملتي بتقوله والله سوري كنت بس عم بدور على طريقة لتقلص من الإشاعات الكذابة اللي عم بتحيط فيها وبيحكي لها له السبب استخدمتي الدوق بيقول فعلا أنا اللي اقترحت الفكرة على جلالة الإمبراطورة لو دخلت أنت ما كان حدا تجرأ أنه يعملها بالزراء ذاك من فضلك أنت تحقق من مصدر الإشاعات الإشاعات القادمة ما بعرف لوين ممكن تتجاه باختصار عم بيلوم تيتي أنه هي أكيد اللي نشرت الشائعات بتخاف وبتقوله خلينا نروح لأ مكان آخر بيقولها أوكي بعدا بيحكي لها تذكري أنه كل حدا تتبط بالدوق كانت نهاية الخراب وبيأخد تيتي وبيغادر هي ما بتفهم الكلام أما عن روكسان فبيجر بالانتعاج ويحكي لها بتسمحي لأغادر بتقول أسفل أنه سمعت هالكلمات بسببي وبتقوله أكيد طبعا فيك تحمل حالك وتروح وبتشهر بالحزن بعد كم يوم بتكون قاعدة مع السيدة ديمتري اللي بتكون عم تمشط لها شعرها وتتذكر كلام الإمبراطور وتقول شو كانت بتعني كلمات ديموس شو بالضبط كان أصبه فيهم ولها السبب بتسأل السيدة ديمتري بتقولها أنت عيشت بالأصر الإمبراطوري فترة طويلة بتحكي لها طبعا حتى والدتي لقبل كانت خادمة للإمبراطورة السابقة بتقولها ممتاز إذن أنت بتعرفي عن ماضي دوق كلاود صح فبتحكي لها هلأ بمأنوعاتك بطل لكن بالماضي يا حرام كان فتى محاط بالإشاعات السيئة تعرف أن والد الإمبراطوري الحالي هو الإمبراطور السابق جالتار كان عنده أخ اسمه الأمير الأحمر لاكسيموس ابن لاكسيموس هو الدوق روكسان في إشاعات بتقول أنه كان من المفترض أنه لاكسيموس هو اللي يتولى العرش يعني والد روكسان هو اللي كان المفروض يكون الإمبراطوري لكنه تخلى عنه لصالح أخو جالتار لذلك لما نورد الدوق كلاود بدأت الإمبراطور السابقة أتيال تخاف منه يوم من الأيام وصيب الدوق بمرض غامض وصار طريح الفراش نازل الأمير العرش الأحمر عن العرش وابن العيل المالكة الحامل للدماء الشجرة المقدسة يعني صاروا يخافوا بما أنه عندهم وريث ومن هالأشياء بتعرفوا كيف أنه بيصير الوضع مخيف المهم على كل الأحوال بتقولها أدرك الأمير الأحمر يعني والده لاكسيموس ومرضه أخو في الإمبراطور السابقة اللي كانوا عم بيعيشوا بحذر شديد بالنهاية ماتوا بسبب مرض معدي بتقولها غريب أنه هيك صار بس شو بخصوص ركسان بتقولها كان خارج للتراسة ولكن نجا من المرض لكن هالشي جلب له سوء الحظ تسألها السابعة كيف يعني فتحكي لها شعب الدوقية بلش يشك فيه أنه مع مرض وانتشرت الإشاعات بأنه هو اللي جلب الجوع والمرض للدوقية دائما لا حول ولا قوة إلا بالله عندهم هالإشاعات تحكي لها كيف هيك صار وصار يحكي أنه دماء الشجرة المقدسة ملونة وتم العثور على حيوانات وبقعة غريبة بغرفته ميتة شهادة الخادم اللي رأت خلت الإشاعات تبين صحيحة تخزنيه بتقول إذن هات كلام دينيوس لكن لي بوردي بتقولها الدوق اللي بعرفه مستحيل يعمل هيك أشياء بتوقع أنه شخص دبر له هالأمور تحكي لها سابعة وأنا كمان بتوقع نفس الشي بتبتسم وبتحكي لها كنت بحس أنه من الضروري تعرفي لغض النظر عن العلاقة اللي بينك وبينك لود يعني بتقولها ما في داعي تقلي ما في أي شي بيني وبينه بتقولها بكل الأحوال أنا رح أبقى بصدك بعدا بيتي بتيجي لعندها وبتقولها في ضيف إجالة يشوفك والمفاجأة إنه روكسان اللي بيكون عم يطلب منها ياخد شوية وقت فهلان بتقعد مع روكسان وبتكون حزنانة عليه بتقول لابد إنك مريت بوقت عصيب من وقت طفولتك هو بيحكي لها بليس لظة اللي تطلع فيها بها بالشكل رح أخامك غلطة تنحرج هي وبتقول له سوري بس كيف أصدك يعني يحكي لها لا ولا شي ما تهتمي ما تهتمي ما تهتمي تسأله هل في عندك نوع مفضل من الشاي يحكي لها ممكن شاي برميل الأسود أعلم تحضن له ياه وبتقول له غريبة هاد الشاي لا للي بيحبوه خب يحكي لها إنه كان الشاي المفضل عند حبيبتي بتقول له آوكي بتفهم غريبة لأنه الشاي المفضل عندي تحكي لها شي بعائلها وبتقول له بالمناسبة شو اللي جابك اليوم بيحكي لها بدي أستعير منك خريطة القصر تسفى غربية وبتقول له خريطة ممكن أعرف ليش أو أنا بقول روح شوف دورها المهم بيحكي لها بدي أبحث عن أرض خبقه والدي البيولوجي بالقصر فهي بتحكي إذا كنت عم تحكي عن والدك فقضك إنه الملك الأحمر لاكسيموس أكيد فيه سبب لأنك بدك تدور عليه بتقول له أوكي رح أقدم لك خريطة روكسان بيتشكرها وبيقولها رح أظهر لك ياها مرة واحدة بالأسبوع لحتى تتأكدي إني ما فقدتها تحكي لو لا تقلق أنا بوضق فيك بيحكي لها أوكي هيك رح أحصل على عذر أشوفك مرة واحدة على الأقل سابية تشعر هي بالإحراج مرة أخرى وبيحكي لها الثالج اتراكم بشكل جميل بتحبي نتمشى برا تطلع هيوية وبيسألها هل عم تشعري بالبارد بتقول له لا أنا بخير بحب المشي بهذا الشكل وبتقول غريبة إنه بيضل يبين كأنه نفسه يقابلني أكتر ولها السبب بتكون عم تحكي معه لكن فجأة منشوف تعالو بصغير تتساءل إذا هو تعالى بسحري وبتقول ما بتوقع إنه في مخلوقات بالغة بيتحولوا بشكل طبيعي وبتسأله هل بده إيانا نلمسه؟ فعلا بيقترب وبتقول شكله متعود على البشر يمكن كان حيوان ضايع فبيقولها صح أصلا مدهش إنه سمحلك تلمسي بهذا الشكل لأنه لما يجيرك ثاني يلمسه بيعصب منه وما بيقبل وبيحكي شكله أصلا بس بيحبك أنت سابعة يمكن بيعتبرني منافس لإله شكله تعالى بدكر بتبال السابعة تضحك وتقوله أنت والتعلب ألطف من بعض بيحكي لها كأنه عم بتفضلي هالتعلب الصغير علي بتقوله لأ مو هيك بس يعني بالنهاية إنه هو التعلب لطيف فجأة بيروح لبعيد وبيقولها سوري ما كان قصدي أخافه بس شكله بعدته بتقوله بس غريبة مبين إنك مبسوط بيحكي لها تعرفي أتوقع الغيرة حتى ممكن تتير بين الأصدقاء بتقوله أوكي بس تغار من تعالب بيحكي لها أكيد أنا ممكن تو ماتش لأنه نفسي أكون الشخص المفضل لإليك طبعا بام بام الإمبراطورة بيبلش ينبضوا وبتحس بغرابة على كل الأحوال بعدها ما نشوف أصر حضرة كلاود وبهالمكان الغريب هذا هو جاسبر كلاود قائد الحرس الملكي وهو التعلب المهم نشوف تعلب تاني فعلا على ما يبدو هو كان التعلب اللي كانت ضوبها الإمبراطورة عم تحكي معه وإسمه أثانيل هالشخص كتير بيحب الإمبراطورة ليش يا حذركم يا فذركم لأنه هو صر له عشرين سنة عايش كتعلب وما قدر يتحول إطلاقا لبشري لغاية ما لمسته الإمبراطورة وبيقول أنا متأكد إنه بسببها أنا تحولت لأ بشري ولعيك فهي قدري طبعا جاسبر بيكون كتير مأهور منه وبيحكي له شو هالغباء أثانيل بيقول ليش لا الإمبراطورة هي نجمة عشتار متأكد إنه هي اللي شفتني بيحكي له بليست هدى بيقول له طب بس شوف صح أنا كتير واسيم بهالشكل أكيد الإمبراطورة رح تحبني جاسبر بيقول له بليست توقع عن الهبل عندها إمبراطور وعندها غيرك يعني ما بطلق عنها راح تهتم فيك فبيقول بس شو رح يصير لو صار محفور على جسمي اسم الإمبراطورة هيك رح يكون قدرنا عن جد حقيقي فبيحكي بس الإمبراطورة إنسانة ما رح يظهر اسمها لإلك فبيقول بس عادي الإمبراطورة بالنهاية الولدت تحت نجمة عشتار وممكن هشي خليها الأشياء تظهر فعلا لها السبب يكون كتير مأهور من الدوء وبيحكي عرفت أني رح أنافسها ذاك الرجل عكل الأحوال بيلتفت للجاسباري وبيقولوا عندي منك طلب خذني معاك لما تدخل للأصر لازم أشوف الإمبراطورة كإنسان بلا بلا حطيتوا لايك بعدا منشوف ركسان عم يلعب مع تفيا الشترنج وبيكون عم بيفكر بالحركات وبتكون هي مبسوطة حاسي حالة عم تتفوق عليه وفعلا تغلبه بيحكي لها بالمرة الجاي بليز تكوني ألطف معي بتقول المرة الجاي حتى هلأ كان بيتحجز بالخريطة لايش في كل أسبوع كما عدد المرات اللي رح يجي فيها وبتقوله لما تلاقيت سكار والدك رح ترجع لأقليمك صح بيقولها أتوقع فهي بتحكي سكان أقليم لبار لسه بيعتقدوا أنه ركسان السبب بانتشار الوباء يا حرام هل رح يجيش هناك بسلام بتقوله بصراحة سمعت عن المشاكل اللي صارت عندك بمنطقتك وأنا بآمن بإنه أنت بريء وتم اتهامك زور وبتوقعنا فيه سوء فهم للأسف صابك بيحكي لها سافيا بصراحة بدي أحكي لك لكن فجأة السيدة ري ماردي بتفتح الباب وبتقول أنه الإمبراطور بدي يشوفك فبتحكي لها خليه يستنى شوي بتقول أوكي لكن بيكون الزفت ولها فورا وبيكوت وبيحكي بالفعل منظر قد يمنع الخادمة من توجيهك فورا بيكون قاد مش عاجبه يعني وبيقولوا أنها مجرد إشاعات لا تغطوا على إشاعات بس نبين وضعكم عن جد مقربين بيحكي له عن جد كل اللي عم نعملوا أنه عم نلعب شاترنج بيقول أوكي يعني ما فيه قدامك غير اللعب بيحكي له أكيد انت أصلا خير شو جابك لا أصري الإمبراطورة فبيحكي لها بالله هل الزوج بيحتاج لسبب لحتي يشوف زوجته فبتقول هي لاروكسان بس ممكن تغادر بيحكي لأكيد إذا سبيا بدها هالشي ديموس بيكون مزعوج وبتقوله بيشوفك لاحقا بيسألها هل كان لقائك اليوم مع الدوق ضروري بلش يترك الأمور بشكل كأنه علاقتكم أقرب بتحكي له فيه أشياء بحتاج أحكيها معه بيقولها أعذارك ضريفة تحكي له بغض النظر عن عدد المرات اللي بلتقي فيها بالدوق أتوقعها أقل من عدد المرات اللي بتتقبل فيها مع حبيبتك وبتقوله بمجرد ما جبت خلص حبيبي لأيلك بتطلب فيه علاقة أزواج بيني وبينك باختصار إحنا مجرد مناصب إمبراطور وإمبراطورة فبيسألها ليش الدوق ليش اخترتيه هو بتسأله هل الأمر بهمك ليش بتكرهه لهالدرجة هالي بسبب ماضي يسألها لي بتعرفي كل شي ومعيك لساته جنبك بتقوله ماذا آمن بالهيستوري اللي عم ينحكى والهبل اللي صار بيحكي لها عن جد أنا بهتم فيكي بتقوله أوكي حتى لو كان الدوق عشيء العلي ما بيهمني ماضي كل اللي بيهمني هو إنه لازم أقدي واجباتي كإمبراطورة مثل اللي انت عم تعمله بس بيبتسم وبيحكي لها أوكي يعني الدوق رح يصير عشيئك وبيمسكها بعض الشكل المرعب وبيحكي لها أنا وياكي مربوطين كزوج وزوجة أنا وانت سريع أنا هو زوجك شكلك عم تنسي هاد الشي هي بتحسنها مش قادرة تتنفس وبتقوله يبتهد عنها فبيحكي لها أن تتصرفي بفخر شديد وبيتفشها هيك بترتابي يا منديموس وبيقولها رح أحكي لك كمان مرة انتي هي مرتي وانتي هي الإمبراطورة وعشيئتي هي شيء آخر بتحكي لو بمجرد ما جبت عشيئة كل الروابط اللي بيننا انتهت فبيحكي لها لازم تحكي الحقيقة سابية انتي اللي رفضتيني بالبداية بتتفاجأ سابية من هالكلام المهمة بتتذكر هي الموقف اللي صار بينهم قبل خمس سنين وبيبيحكي لها خير ليش اتفاجأتي ما تكون انت سيتي بس فهي بتقول ما بعرف ليش ما قدرت أتقبله كزوج لإلي ديموس كان رفضت غريزي بأنه لازم ما يقترب مني وبيحكي لها انجاب وريث للعارش هو واجب الإمبراطورة صح ولا لا مرأت خمس سنين من وقت ما رفضتيني بتقوله انه هي هلأ مو بحاشته بيحكي لها انتي تاتبريني وحش هلو بيعرفت دوق هالشي وبيقولها انتي ملكي ولازم تحطي هالشي حالة أبانك حظبي الله ونعم الوكيل بالغباء والزفات طبعا بعد النقاش المؤرف اللي صار بين ديموس وسافيا كانت هي خايفة مرعوبة ما بدأ أبدا يقترب منها هاد الشخص المتوحش الرجاء لورا وألم بينه خايفة من الأفضل الفكري بشكل جيد سافيا بخصوص مسؤوليتك كامبراطورة حظبي الله فيك شوات الشعر الأبيض المهم بيطلع من عندها من الغرفة وبهل أثناء روكسان بيكون وصل وأول ما يشوف ديموس وإنه أصلا كان بيهدد الإمبراطورة فورا بيدخل وبيعطيها دايك الخطة ما شاء الله المهم بيطلع ديموس فيه وبيقوله أيها الوغد الأحمق كيف بتتجرق تعملي هيك شي وأنا الإمبراطور أصلا ليش رجعت عايش كان المفروض يتموت آه سوري سوري والله رجعت سامحني إني عايش المهم روكسان بيقوله بها داك الوقت خبرتك إني رح أرجع وأنا وفاتي بوعدي فلأثناء ديموس بيقوله مستحيل تتمكن إنك تصير أنا ومستحيل سابية تتذكرك إطلاقا لاحقا من لاقي سابية طالة عم تتمشى بتعرفها الإمبراطورات ما في ورقهم لا شغلة والعملة غير يطلعوا يتمشوا وبينما بتكون خدمتها معها بتقول إنه الشتاء على وشك الانتهاء سابية بتقول صحيح تسألها ليش مبينة حزينة هل لأنه الإمبراطور غادر للمنزل الشتوي مع السيدة تيتي أنا كمان انزعجت صراحة كتير بالغ بتصرفاته سابية بتحكي لا لا أنا بسأل أنا بسبب الكلمات اللي حكاها قبل ما يروح مسؤولية الإمبراطورة إن جاب وريد للعرش هو المسؤولية اللي كانت دائما تحكي عنها فلو أنت فيها عن جد تبقى رافضته على كل الأحوال فجأة بيشوفوا أشخاص غاربين وصلوا قائد الحرس الإمبراطوري جاسبر ومعه شخص تاني بيحييها وبتقوله من زمان ما شفتك بس مين أنت؟ فبيحكي أنا الإبن الثاني لعائلة كرودر أثنسل كرودر وكتير كان نفسي أقاب لك جلالة الإمبراطورة بتحكي له أوكي أهلا تستغرب يعني هاي أول مرة بتشوفها فليش لهذه الدرجة مبسوط جاسبر بيحكي إنه أصاري كتير أثال إنه ييجي للأصر لسبب أحضرته معي وبيقول كمان كان بدي أعتذر بشأن الحادث اللي صارت أثناء الاحتفال بالأصر تتسأل هي أصدعن شو اللي عمله السيد جالد لوفر بوقتها إنه تم إطلاق صراحه بعد أسبوع بسبب ضخامة الكفالة بتقول باختصار يعني تيتي هي اللي دفعتها يعني باختصار ديموس أعكيد هو اللي دفعها هالشي أكيد بيكون كتير شي محرج لا الأمبراطورة إنه زوجها هو اللي يطلع الشخص اللي أزعه ولا ضربها على كل الأحوال تحكي لجاسبر اللي صار ما كان غلطك بيقول بس أنا بصفتي المسؤول عن الأمن كان لازم إنه أعتذر وكمان بوقتها بيبلش يحكي مع الخادمة برضو هي بتقول مو مشكلة لا تقلق أوكي يلا حلص أكيدها دولتنا رح يرتبطوا سابية تسأل أثال خير ليش كنت بدك تحكي معي بيحكي لها صراحة أنا جايهم لحتى أدور عن تعلبي خبرني شخص إنه شاهدوا بيجول بأصر الحديقة بتحكي لأوضك هداك التعلب الأحمر أنا كمان شكته أوكي كان تعلبك كنت الآن عليه على فكرة يسألها بتحبي تيجي تدوري معي عن تعلبي أو يا كذاب يا مكر ما كذابوا لما حكوا إنه التعلب مكر يا عيب الشوم علي يا عيب الشوم بيضوي هو نفس التعلب هي بتستغرب ولا أنا الإمبراطورة شو أجي أدور على تعلبي بس معك فعلا بتروح معه وبيحكي لها إذا كنت تعتني فيه بتقول لا يعني بس قبلته لفترة أصيرة بس كيف فقته بيحكي تخططه فجأة معنى دوت بكل الأنحاء ملقيته يبدو إنه ركب عربة أخوي لما كان رايح للعمل بتقول له آه أوكي طيب ع كل الأحوال هدو المكان اللي شوفت فيه التعلب لأول مرة بيحكي لها هداك التعلب بيحب الأشخاص أصحاب العيون الزرقى تستغرب تحكي لها شو أصدق بيحكي لها لا لا ولا شي خلينا نكمل بالبحث وبعدها قال ماينا معم يتمشو بيقولها بس شكله الأرض بتزحلق تخليني أمسك إيدك أثناء المشي بتقول على الرغم من إنه الأمر أسوأ مع ديموس إلا أنه حاسب نفس الرفض لما أتواصل مع رجال الآخرين تحسنت كتير بس لسه برضه آه صح ليش ما حسيت بها طريقة مع ركسان المهم أثناء بيقولها امسكي إيدي وفعلا بتمت إيدها لحتى تمسكها وبيحكي لها إنه إيدك كتير باردة هل حاسب يا عدم الراحة بتقولها يعني أكيد يعني شو بتوقع المهم تمسك إيده وبيمشو سوا وبتحكي ما فيني أمسك إيده بإحكام بس برضه ما فيني قفلتها إذا مشيت بحذر يمكن أقدر لكن فعلا تيجي لحتى تزحلق وأكيد يلا كنا ننصدم طبعا ركسان بيكون ظهر سبحان الله من وراها فجأة وحكالها خبرتك تكوني حذيرة لما تتمشي على الطريق سذية لما تشوفه بتحس بالخجل طبعا وتتذكر هالشي صحي مذكر بس ما كان من قبله وإنما كان من قبل على ما بتتذكر ديموس لما حكالها خبرتك تكوني حذيرة أثناء المشي على الطريق المتجمد سذية تحتار لش هيك عم بيقول لا لا هاد ركسان بس الكلام كان من ديموس يعني باختصار شكله ديموس الزفت بتدليل هالذكريات اللي خاصة بروكسان وخلي كأنه شكله اللي يكون ها طبعا أكيد هبدأ من هبدأتي ركسان بيسألها إذا هي بخير بتقوله بس اتفاجأت شوي مش أكتر وبتقول هاي اهدي يعني عادي أي حدا ممكن يكون قلك انتبه لخطواتك مش هالقصة بيطلع ركسان بيأثل وبيحكي له شو عم تعمل انت بأصر الإمبراطورة بيقول لكم تعم ببحث عن تعربي فبيحكي له من هلا قريح الأفضل انك هداول لحالك الأرض متجمده من الخطر على الإمبراطورة انها تصير عليها فبيسألوا انت لجيت لأصر الإمبراطورة بيأتربيك من سافيا وبيحكي ما في عندي سبب محدد لآجي آه من المحتمل انك انت ما بتعرف بهالأمور أثل بيقول له لا تعملني وكأني طفل فسافيا بتحكي له صوري بس اتوقع انك رح تكمل بحث لحالك انا اصلا عندي موعد مع الدوق بيحسأل بالحظن أثل بيقولها اوكا اذا نحقاجي لأشوفك مرة أخرى ها شوفني من مفروض انك جاي تدور على التعلق ايه مهان سافيا بتسأل اكسان كيف عرفت اني انا كنت موجودة فيما كان عمي كتير بالحديقة لا وظهر فجأة سبحان الله بيحكي لها خبراتني خادمتك بشار بالأسف لسؤالها لانه كانت مبينها بتقضي وقت منطع مع قائد الحرس جاسبر بتحكي فعلا شاكله باتي معجبة بقائد الحرس شبته ميشه مستحيل تقول كلمة الا وتحصل المهم ركسان بيحكي لها عم بقول هالشي من باب الحرس والاحتياط بس يعني احذري ما تكوني مع ذكور مناطجين اللي اندوا الوجوه البريئة قد تكون احيانا سلاحا تتطلع فيه وبتقوله ياري ماذا تاني فبيحكي لها يبدو انه وحش كرود لصغير نفسه يصير يعني مقرب منك بتقول مني مستحيل خب يحكي لها سابية انا بدي اكون الشخص الوحيد اللي قريب منك تشار بالاحراج وبتقوله كنت بدي اخبرك من قبل بس ركسان كتير بتدلي تسريحات ممكن انه يوسع فهمها يحكي لها عن جد اذا انا جد تماما سيقي فهمي بتقوله لقيت حبيبتك ركسان فبيوقف هيك وبتحكي اه صريق يمكن سؤال تسؤال ما كان مناسب يحكي لها لقيتها لكنها كانت متزوجة تنصدم تحكي لها عن جد اسفة ما توقعت انه هيك الامور يحكي لها الامر كان خطأي انا تأخذ وما كان زنبها لكن لازم اداقب اذا كان زوجها بيستحق انه يكون معها ولا لا تستغرب هي من هاد الكلام وبتحكي له كيف يعني شو اصدق بيقول ولا شي انسي ع كل الاحوال غربة الشمس وخلينا نروح لاحقا حتى نشوف الخريطة بيبوسها وبيقولها بتمنى عليك نيلي سعيدا بعدها منلاقي طافح ديموس مع تيتي المؤرفة وبيقول انه هو ممتن انها بجانبه وحيث انها عم تحتفظ باسم جلالته وما بعرف شو من كل هاد الهلاء وتعالوا نعرف سوى اصد تيتي كانت طبعا بنت فقيرة عايشة ما شاء الله مضروين بمستنقى وكانت متوقعة انه اليوم رح يكون سيئ بينما كانت عم تتمشى سمعت بعض المشاردين اللي عم بيقولوا انه الامبراطورة الجديدة انشأت مأولة الايتام وحكت انها رح توزع الخبز والمي مجانا طلعتيك وقالت لما يكونوا المتساولين لهالمكان المؤرف بيتقاسم الخبز والمي بينما انت الامبراطورة بتعشي برفاهية هيك متوقعة انك عم بتساعدين اديشك منافقة ومؤرفة وقالت تيتي هلأ خلاص رح احصل على كل اللي حصلت على الامبراطورة ولها سوف بتقول لها انا كتير ممتنة وسعيدة بوجودي معاك ليحكي لها انت كتير مختلفة عن الاخرين بتقول له بسمعي لا تكره الامبراطورة كتير اذا افترقتوا بسببي احاس انه في شي بشع رح يصير ليحكي لها بتخافي منها بتقول طبعا لانها بتكرهني يحكي لها يمكن هي ما بتكره كي ببساطة ما بتحب اي حدا مش اكتر تستغربي من هالكلام وبتقول له بتعرف سمعت انه مراسم التطير رح تبلش هل ممكن تاخدني معاك لها المراسم بيحكي لها مراسم التطير هي طقوس خاصة بيشاركوا بها بس الامبراطور والامبراطورة مو اي حدا تاني ممنوع دخول الاشخاص الاخرين اصلا ممنوع تحصلي على اذن ليك شي بتقول له اصفة يا الله كأنثة حسيت بالغيرة وكنت قنانية كان نفسي انه تكون لقيلي وبس المهم يعني حضرتها ما شاء الله حباي وبتعرف كيف تستخدم لسانها ما شاء الله يعني بتقدر انه تحكي كلام مقنع على كل الاحوال بينما تكون بصباح اليوم التالي عم تتحطر وتتجهز بدق الخدم عليها الباب وبيقولولها انه فيه زائر من اجلها بتفتح الباب وبوقت بتنصدم كتير لما تشوف شخص متقنع وبيقولها اهلا فيكي ايتها الغزاء للبيضة كيفك هل كنت بخير المهم بنلاقي بعدها سيبيا عم تتمشى متل ما شفنا رايحة للطقوس الغريبة هاي وكانت طبعا رح تشوف ديموس وهي عم بتفكر بكلامه القديم وتقريبا من خايفة بتقول كنت محظوظا اني ما قابل ديموس مرة اخرى بعد هذيك المحادثة بس بالنهاية ما فينا أرجعنا بالأمر بيت بتحكي لانا طبعا كتير حلوة قلنا من المؤكد حظ البلادها السنة رح يكون عظيم وتتفق معها الخادم الأخرى بينما هي بتكون عم تقتري بلاديموس ومرعوبة من شكله المهم بيطلب منها ايدها وفعلا بتمدها بينما هي شوي مترددة وخايفة من هالشي نعرف انه مراسم التطهير هي اليوم اللي بيحدد في قال الحدث جيد والسيء للسنة ومشاء الله على الغضاء ما علينا منهم بيقولوا انه الامبراطور والامبراطورة بيغمروا حالهم ببحيرات المعبد بعدين بيقضلل بالمعبد من أجل غسل كل الشرور لا حوله ولا قوته إلا بالله وفعلا هاد اللي بتعمل وصفية يعني بتفوت بالماء حسبيا الله ويقال انه المية الجوفية اللي بتسخل بهذا الكهف تتحول لمية بحر قديش رح يكون البحر الحقيقي واسع ديموس المؤرق بيلتفت هيك عليها وبيسألها شو عم بتفكلي بتقوله وانت مالك لا بتحكي له ولا شي كنت بتسأل بس كيف البحر الحقيقي بيحكي لما عمرك زرتي بحر من قبر بتقوله لا تحكي لما كنت صغيرة وعدني انه ياخدني للبحر بس هو حتى ما بي يتذكر هالشي فبيحكي لها ديموس إذا قمت بواجباتك كامبراطورة بيحاخذك للبحر قد ما بدك انت كل شي لازم بشرط الواجب الوحيد اللي بيحكي عنه هو انجاب وريث بتتسأل زفيع عن جد تقدر تتقبل ديموس المخير المنفجة تقريبا بيحس بصداع وبتسأله شو صاير لك فبيحكي لها انه راسه بيواجعه وبتلقى تقريبا اخنى عليه بتخاف وبتحمله كيف قدرت تطلعي هاي الجسة وبتحكي انه جسده مثل كرة نار ملتهبة حرفيا بتقعده وبتحكي لها راح تروح لا تستدعي خادم لكن هو ما بيخليها وبيقولها لا تروحي وبيمسكها حتى وقولها بليس خليكي معي بس شوي بحكيله بس اذا بقيت هيك الامر يحيكون خطير لانه الجسدك ساخن للغاية بيحكي لها هاد انا زوجك هو انا اوكي اعوذ بالله ماشي ما حدا انكر يا اخونا بالله لايك بيحكي لها جاويني صاح انا زوجك ولا شو بيبلش يخنق فيها مثل المجنون ويحكي لها سابعة انتي لقيني حسي يا الله حدا يخبط لنا يا كفين ثلاثة المهمية طبعا خلاص بتبلش تفقد عالاخر وتفرط وكمان تبكي وبتحكي لها ديموس انت شكلك وحش المهم اخيرا الزفت بيفلتها شكله اصلا حتى اغمى عليه بتقول عن جاو تخنقني وكأنه رح يقتلني كيف كان عم يعمل ويتصرف بهالطريقة لاحقان قال بيت صباح اليوم التالي بتكون عم تمشي معه لانما هو مش متذكر ابدا اللي صار مبارح بتكون تسبع مصبومة بتقول هو حتى مو متذكر اللي صار ولا اللي عملو فيه طب المفروض حلقك يكون حالته حالة المهم منلاقي يا ربي اخ منلاقي ديدي بتايفها واقفة برية عم تستنى وقال كتير هيك متأسرة وانه لش بشك يبدو شاحب ما بعرف شو وحرارتك مرتفعة سابيا بتطلع فيها هيك النهو اختي شو هم تعملي بالزبط بتخبرهم انه اخمى عليه مؤقتا بالمعبد وبتطلب يستدعوا طبيب بس ديموس بيحكي لها سابيا وبيجي متأيده فهي بتموت من الخوف حرفيا بينصدم ديموس من تصرفها لانها بتروح وتبتعد عنه بيضحك بشكل وبيقول اه صح بيأترب لتيتي وبيحكي لها انت لاقي بتحكيله اكيد وانا هلأ رح اعتني فيك من اليوم ورايح بيطلع عليها وبيحكي لها وجهك مبين وكأنك قابلتي وحش سوري ديموس بس يمكن الخبر صادم بس انت عن جد وحش بعدا بيقول للجميع اسمعوا كلكم الخبر حط البلاد لهذا العام رح يكون رفض التغيير ورح يكون شي سيء تنصدم قال هي من اللي صار سابيا بتحكيه عن جد نعرف انه مصير الامبراطورية بالعام الجديد يتنبأ بيحك اعوذ بالله حسبي الله لا حوله ولا قواته الا بالله ما دخلنا وفقا لحفل اتطير ويمكن انه يكون واحد من خمس مصائر شغل غباء اسمع علينا المهم واحد بيشير المصير الاعظم لظهور دوء خاص بالمعبد مما يرمز لحظ اكبر يعني انه رح يكونوا محظوظين كتير اما المصير الجيد والمصير العادي فبيدل على انه الامبراطورية رح تبقى بمأمن من اي خطر لكن المصير السيء بيحذر من سوء الحظ اللي رح يخيم على الامبراطورية باكملها اما المصير السيء الاكبر فبيدل على كارثة وطنية تشبه الحرب او الكوارث الطبيعية يعني باختصار عم بيقول انه المصير رح يكون سيء هالمرة بيستغرب الجميع بيقولوا من وقت ما ايجت الامبراطورة كان دائما حظنا جيد فليش هيك عم بيصير تيدي بتقولوا حالتك هلأ بو جيدة بتمنى انك تفوت وترتاح وفعلا هاد اللي بيصير بعدها من لاقي راكتان ماسك خريطة تقريبا متل ما كنا منعرف انه هو عم بيدور على خريطة لا الاصر وكانوا عم يسألوا اذا رح يتمكن من العثور على اثار الملك الراحل بها الطريقة مثل كأنك عم تدور على ابريب كومة اش روكسان بيحكي بعرف بس ما هيك استمروا بالبحث فانا تابع بيقولوا اوكي بس بيقول بدك انه البحث ما رح ينطي بها الطريقة لكن اولا لازم اعثر على اثار بادي هذا هو السبب لرجعتي للعاصمة اصلا نعرف انه روكسان لما كان صغير ابو قال له اسمعني في يومنا رح يصهد الطعون الاسود على ظهر وحش بعيون حمرة ورح يلتهم الامبراطورية لايك لازم عليك انه تاثر على عين الدئب ورفيقه اللي قمت انا باخفاءهم بالعاصمة الامبراطورية هما رح يقوموا بحمايتك انت والامبراطورية نفسها المهم روكسان بيقول العيون الحمرة هالشي بيعني ديموس صاحب العلاقة ولاسبب بيسأل زوزلات اي اخبار من اصل الامبراطورة طيب بيحكي لو لا روكسان بيقول مره اسبوعين من وقت انتهاء حفلة تطير ولهلأ ما شفتها ولا مرة بيحاول يطنه خادمه ويحكي له على الاجحنا مشغولة بعد اعلان المصير السيئ لكن روكسان بيقول لا محاسس انه الامر هيك انا اصلا بدي اشوفها مش اكتر منشوفها فعلا قادي عم تشتغل ما شاء الله بنصاص الليالي وبتقول لما يجي الحظ السيئ لازم نفتح خزائن الدولة الفئات الدنيا رح تكون هي الاكتر تضرورا لكن لحسن الحظ ما كان المصير السيئ الاكبر لا تم حظر كل المشاريع الجديدة اخ يا راسي بتتذكر كلامه وبتتذكر تصرفه وموقفه وكيف كان عم يخنقها ويقولها انها ملكه بتحز بالرعب و مثلي تقريبا بتحز انه حلقها بيوجعها وبتقول بليس خلاص انصر ليس هار بهال اثناء بيجي خادم الامبراطور وبتسأل اذا يقدر يفوت بيحكي لها بعد زرع الازعاج بهذا الوقت بتقوله خير يا طير بيقول في مرسوم بعطك يا جلالة الامبراطور امر بمنع انشاء قسم الاعمال الخيرية تنصدم اي حضرتها وبتروح لحتى تشوفه لما يشوفه بيحكي لها الخير شو اللي جايبك بنصاص الليالي بتقوله شو بخصوص منع انشاء قسم الامال الخيرية ليش هيك عملت بيحكي له هاتش بسيط بتقول بسيط انشاء قسم الامال الخيرية شي بالغ الاهمية بيحكي له اها تيجي لي بس لنحكي عن الشغل بتقوله كل مزاد الاطراب لازم نهتم اكتر بالطبقات الدنيا ونحميها ومو العكس ياكلها ياري ياري ما شاء الله قدشك حنونة يا عمري عن جد عندك قلب نبيل بيهتم بخدمة الناس قدشك امبراطورة تنزعج سبيا بتقول عم بتحاول تيني بالعمد بيقولها بقدر سخائك ورح اساعدك امبراطور بتقليل الاعباء تسأله شو قصدك بيحكي لها كل الميزانيات اللي خصصتها لقسم الامان الخيرية رح احولها لتيتي بيحكي لها شو عم تعمل انت بالضبط هاد الشي تم تخطيط لقلو وكيف ممكن تحول ميزانية عظيمة مثل هيك لتيتي بيقول خلص بكفي من القلق على امور ما الها بفايدة حالي تيتي هي اللي تدير الامان الخيرية تنزعج منه بتقوله ديموس شو اللي عم تتصرفه يحكي لها بصوت مرعب مع اعتراب المصير الوطني من الطبيعي ما تنجو الحيوانات الضعيفة سبيا بتقول عم يحكي عن الشعب وانه رح يضحي فيه كيف هاد الشخص ممكن يكون الامبراطور الاموال اللي ممكن تنقذ حياة الاف من الاشخاص بده اياها يتم انفقها على وجوهرات حبيبته بيحكي لها شوفي ما رح امنعك انه تديري الامان الخيرية رح ادركلك انتو يتقدير هالشي تحكي له اسمع بعرف انك معصب مني بس الشعب هو شعبك وواجبك انك تحميه بيحكي لها انا ما بكرهك بالعكس انتي اللي بتكرهيني بتقوله بوعدك انخصص ميزانية لتيتي بحلول الربيع القادم بس بليز لا تحول الميزانية لالها رح احاول احقق اللي بدك اياه بيحكي لها هالشي ما رح يكون كافي لابرام الصفقة اذا كنتي بدك تحقق اللي بدك اياه قومي بواجباتك كامبراطورة اذا كنتي مستعدة للتفاوض تعليلي بنفسك بكرا يا ربي بنرجع للا الامبراطورة بتمشي خلاص انشان الله رح اقطع لك رجليكي نفسي يجيبوكي بموقف ما عم تمشي فيه المهم بتمشي وبتفكر بتمشي وبتفكر مش هنتقابل ركس من طبعا اكيد بينما كانت عم تتمشى بتتذكر الكلام اللي صار بينها و بين ديماز وبتقول انه يعني تتذكر الاشياء اللي صارت وبتحكي انه كلامه صحيح و ما بعرف شو و ما اذا بدأت تنقذ الضعفاء وهيك فلازم انها فعلا تحاول تعمل هاد الشي وبتقول لي زادت وعجبات اللي حكي عنها بقدر انقذ الفقراء بس انا خايفة كتيرة لما تكون عم تمشي وبينما هي عم تبكي ريوكسان سبحان الله بيظهر قدام وجهها عن جد انا بشوف مثلا الحدا من بعد 300 كيلو متر لا عن جد انا بس اصطدم برضو بالناس عفكرة ما بيشوفهم بغير لا يطلعوا بيشي المهم بتستغرب قد و بتقول له ريوكسان سوري ما لاحظت وجودها كنت شاردة بافكاري فبيحكي لها مو مشكلة لا تقلق و بينسح دموها وبقولها سذية مو مشكلة يا عمري لو بكيتي تستغرب هي و بتتأثر كمان وبتبلش تبكي فبيضمها و بيهديها يا دول اتنين سوا و بيقدم لها شاي الياسمين وبتقول هي عن جد متوقعت انه ابكي باحضان ريوكسان اظهرت له جانب ضيط للغاية يحكي لها الغرفة دايقة شوي هالشي محسسني بشوية احراج بتقوله لا لا اعاتي بالعكس غرفة مرتبة و منظمة تماما مثلك وبتحكي يمكن لها سبب بشار بشوية دفاء و طمأنينة بيحكي لها سابيا اذا كان عندك اي مشاكل خبريني بريس سواء كانت كبيرة او صغيرة ما بهتم شوف هلا حاليا انت عندك مشكلة انه عيناك مش موجودة بيقولها مو احنا اصدقاء سابيا بتومة براسها المهم بتحكي انه نفسها تخبر يقسم بكل شي وتطلب المساعدة بس ما بدا تسبب له المتعب يا اختي سبب له المتعب عادي بتقوله يمكن السبب بس انه الشتا بيجلب معه القلق لا لا اختي ما بسمحك تغلطي بالشتا المهم بتحكي لازم احكيله هلا انه انا بخير وارجع بس نفسي كأنه ابقى مع ركسان بيحكي لها سابيا شو لقيك ان نلعب لعبة بتقوله لعبة يحكي لها خلينا نتشارك الاسرار سابيا بتلتفتك وبتقولها اللعبة كنت بلعبها مع ديموس كتير لما كنا صغار معقول هي لعبة شائعة بامبراطورية السوان بتقوله اوكي بيحكي لها رح ابلش انا بالواقع كان عندي مشكلة بجزء من ذكرتي لهالسبب ما قدرت اوفي بعدي لحبيبتي وانه اتواصل معها ماليا اخرى كيف تتفاجأ بتقوله وهلأ هل انت بخير يحكي لها نعم بس كتير استغرقني الوقت لا اتذكر كل الاشياء اللي صارت لهالسبب بشهر بالاسط على حبيبتي سيبي بتطلع فيه وبتقوله اوكي اذا هلأ اصار دوري بشهر بالقلق والخوف من الاشخاص اللي لازم اكون قريبة منهم اكتر من اي حدا اخر باختصار يعني اصدع ديموس بلها اوكي فنتك عن جدوان عينك بيحكي لها شكرا انك شاركتيني سريك وبتتسميه وبتحكي له بالعكس شكرا للك شكرا للكم انتو الاثنان انو شاركتونا انا والمتابعين اسرارنا معدل مونتاري خلوني اشارككم سريعا بيحبي رعا فيفا صباح ومسا حرفيا المهم بعدها منلاقي الامبراطورة اجتل عند راسل جوكر هاد حكالها تحياتي جلالة الامبراطورة منعرف انه هذا هو اللورد ايلون وهو مدير دار ايتام لابنونس مخلوق من نص انسان ونص غنمه ماء المهم تسأله اذا الكل بخير وبيحكي لها نعم كل مديري دورير ايتام التمني يجتمع بالمنطقة وبانتظارك بالداخل تفوت جوه وبتلاقي طبعا الايام اي ما قاعدة وكل واحد بهم عم يتخنق انه هما بحاجة الدعم اكتر من غيرهم انتو لو تهتموا بالاي تعم المفروض تهتموا انه الفلوس بتوصل ل اي حدا منهم مش تتخنقوا مع بعض بيفوت هول عندهم وبيحكي لهم شو رأيكم كلكم تخرسوا فبتبلش سبيعة تحكي وتقول ما في عندي منطقة اقل اهمية لايك بليس كلكم تهدو بيع توزروا منها تسألهم كم تبقى من الامدادات بيقول انه بشكرهم فينا نصمد اسبوعا تقريبا يبدو انه دار الايتام بحاجة لا تقليص النفقات اكتر سريع بتحكي طلال وضع اسوأ من ما توقعت عدد الفقراء مزداد والميزانية محدودة بيسأل طيب شو اقتراحاتك بتقول الامدادات اللي لازم تروح لدار الايتام خليها بس رح نقلل عدد الوجبات اللي بتتوزع بدور الفقراء الكل الاهل بينصدم وهي بتحكي لو بس اقبل واروح لديمس رح ينحل الامر ترددت الاف المرات صار لازم اتخذ القرار ولها سبب بتقولهم لا تكونوا محبطين لانه في عندي خطة ورح نقدر نحل الوضع بهالاطناء بيسمعوا صوت موجود برا بيطلعوا كلهم لحتى يشوفوه وينصدموا من كمية العربات الموجودة والامتعة حتى اللي عم تنزل والقطنة بالاغذية تلتفت هيك وبتقول هل هي الامدادات اللي تم جلبها بيقولوا لا احنا ما جبنا اي شي تستغرب شو اللي عم بيصير هلأ بتلاقي الفرسان عم يبتسموا ويقولوا لها تحياتي للك احنا جينا لك بنتضب انها تقولوا من فرسان لوكسان شوية ليش شو عم يعملوا بهذا المكان وهنا يظهر البطل وبينزل وبيمشي مشية كلها فخر وعز تتفاجأ سافية اكثر وبتقول له روكسان بقولها لا اخو بايخا سافية طبعا تتفاجأ من ظهوره بتقوله شو أنت عمل هون يحكي لها جيت لها أدفع رسوم الإيجار ها؟ رسوم الإيجار بيحكي لها مو أنت خصصتي الأسر الغربي يا فرسان وحدتنا بتقول بس هات كان بمذهب التأدير لأنكم ضحيتوا من أجل الإمبراطورية بيقولولها ولو إحنا معادنين لاحترام وندرك الآخرين ونعيش على حسابهم بتقول بس مع هيك بيحكي لها روكسان خلينا نحكي على انفراد صفتي رعي ومسؤول عن الأعمال الخيرية فهلا هذا اللي بيصير بتقوله سوريا وفا ما في مكان لستقبال اللوتوف فهي يعني حنوعد نحكي بتقريبا غرفة الخزين بيحكي لها ما في مشكلة بتقوله عن جد تكون صريح معي شو كل هالأشي اللي جيبته بره بيقول دونيشنز دونيشنز آخ آخ عالدونيشنز ما في حدا بيعطيني دونيشن أنا بيحكي بتبرع بصفتي واحد من النبلاء ما تلاقيت الدعم من النبلاء السابقا تحكي صح عادة كنا نتلقى تبرعات من النبلاء لهيك ينبغي انه كمان هالمرة نقبل لو ما كان ديموس وقف الأعمال الخيرية لهالسبب بتقوله اسمع شو ركسان إذا سعتني بها الطريقة راح تدخانها انت والإمبراطور تقريبا بيقول ركسان إذا هاد اللي مخوفك فأنا والإمبراطور بعلاقة مستحيلة تم إصلاحها ما فين أوضحك أكتر بس كان في سبب يمنع الإمبراطور من إنه يطردني من العاصمة تستغرب بتقول شوها العلاقة وشو قصده بتصابته لش هيك استطام بيحكي لها شعرك متجمد بتقوله يمكن بسبب التلج بس تخزل من إنه اقترب منها يبتسم لها وبيحكي لها سابيا في شي بدي أقدم لك إياه مبلغ التبرع ممكن تتفقدي تنصدم وبتقوله إنه المبلغ كتير بير اسمعي سابيا إذا ما بتكي إياه ممشكلة أنا بقبله بلا مو بتحسوني طول الوقت بحكي عن الفلوس وهيك إنه كتير طمعة لا لا أكيد مطمعة يعني بس ما عرفوا الفلوس تستطيع أن تجارك سعيدة إذا بتحطها دول صوت دول أشياء نهاية حياتك رح تكون المهم بتقوله بتوقع إنه ما لازم التفرق بين القليل والكتير من التبرعات بس هات المبلغ كتير ضخم أصلا يمكن بيكفينا ثلاث سنين وهالشي بيشمل المبلغ الخاص بفرساني إذا ما قبلت فيه صراحة رح يحسوا بالغضب يعني قصدوا إنه الفرسان كمان تساعموا لهيك بليز بتمنى إنك تقبلي تقصر كتير كتير وبتقول بكل مرة بتكون خلص رح أتخلى عن كل شي بتظهري وبتدعمني بتسأل هل عم بتساعدني عن جد؟ بس لأنه إحنا أصدقاء تحكي له هيك قدمت لي معروف كتير كبير فبيحكي لها ممتاز بقدر أطلب منك واحد أنا كمان تحكي له أكيد شو هو فبيحكي لها بتمنى إنك تهتم بحالك شو قصدك إنها طالعة بشعة؟ وبقول كمان يا ريت تستغليني لنحقق هالشي تحكي له أستغل أكتر من هيك شو بالظبط مش ضايل شي يعني حرفيا بعدها منلاقي ديموس قاعد على الطاولة ما شاء الله وضع زي الزف وبيكون معصب والبقية بيقولوا إن الإمبراطور ببين بحاله سيئة ويقار إنه دو إكلوت يعني ركسان قدمت بره الضخم للقسم اللي تم حضره بل وقال رسميا إنه رح يكارس حاله للأعمال الخيرية مع الإمبراطورة وكمان إنه بلاء لهذا السبب صاروا يتبرعوا بعدها بما إنه دو إكلوت تبرع يعني حرفيا نمسح بكرامة الإمبراطور الأراضي الإمبراطور حضر اللي صار وهو حرفيا راح وتحدى وقال إنه بلاء حتى يصير ومثل وفوق كل هاد يقال بإنه الإمبراطور منح لزينية الأعمال الخيرية لحبيبته شو هاد؟ الإمبراطور صار يتم انتقاده بكل مكان ما شاء الله بس أنتوا عن جد قادرين تحكوا هالكلام قدامه فجأة بيكسر الكاسة وبيحكي خلص رح أنهي الاجتماع هون اسمع شو ديموس من أول ما شفناك وانت مصدع وحاطت إيدك على راسك يطلع ديموس من الاجتماعه بتشوفه تيتي قال وره ما تشوف إيده آه عمري شو صار لك ليش هيك إيدك بينما بيهل أثناء من لا إزابيا كمان سبحان الله قابلتهم بنص الطريق وحياته حكى لها انت مبسوطة قالتنا عن شو انت اللي بلشت بالتهديدات حتى لو كان من واجب الإمبراطورة أنها تقدي دورها ما كان لازم تستخدم شعب الإمبراطورية لحتى تهددني بيحكي لها انت هيك شو وهدي سمعت تيتي لا لا أنجد قديش أصلا كانت سمعتها طاهرة لا البت ده طاهر وحيفضل طول عمره طاهر يامو الميت بتقول له مو أنا اللي نشرت أي إشاعات عنها بيحكي إيزان مين بتقول له وأنا شو بعرفني ده المحتمل أنه يكون فيه أكتر من شخص بالأصر بينظروا لعلاقتك بعشقتك كنظرة سيئة أما أنا بصراحة مش فاضيت لك وما عندي الوقت الكافي لأنشوريك إشاعات لعنك ولا عن غيرك يلا عن إذنك باي باي بعد من لقى الإمبراطورة قعدة ما ما شاء الله شلت أطفال قال عن رجل الإمبراطورة بس ما لش عم بتقبالغي المهم بيحكوا أنها كتير صارعة حلوة وأنه ريحتها بتلي الزهور وهيك وبيطلب منها تتجرب بعض الأكلات اللي عم يأكلوها تحكي إنه أمر رائع إنه الأطفال بطلوا يشعروا بالجوع هالشي عن جد بيخليها سعيدة كل اللي صار كانوا بفضل ركتان لما تلتفت له بيرجع يلتفت لها وبتحس بالخزل لما تتلقى عيونهم بعدها لما يخلصوا تطلعوا سوا وبتقولوا بعرف أني شكرتك ألف مرة بس عن جد كمان جكرا ما توقعت أبدا أشوف الأطفال سعاداء كانوا من زمان بحالة سيئة بيقول سعيد أني ساعدتك بتقول له اسمع أنت ساعدني كتير صلاحة ومش عارفة كيف أردلك الجميل بيقولها اسمعي شو سبيا لأنه إحنا نفقات هل بتفكري إنه ساعدتك لها السبب هي بتقول ها أتوقع أكيد أقول له ليش المهم بيقصن بيطلع هيك بسبيا بيقولها عن جد بتفكري إنه ساعدتك لأنه إحنا رفقات أهلا بيحكي لها ما في رجل بيساعد أمرأة بدون سبب أنا بالحقيقة بدي أكون كل شي لألك سريع بيحكي يمكن كنت بعرف مشاعره من الأساس يعني مو هبلة بس عم الحالة قبلها وبتقول أنا كمان بعرف اللي جوه قلبي بس لا ما فيني أقبل هاد الشي تتعد عنه بتقول أسمعي الإمبراطورة المثالية أم الإمبراطورية كلها هاي هي القيم اللي أنا عم بحاول أحميها وما في أي قيمة أخرى لو وجودي بهذا المكان بيحكي لها إذن رح أستناكي كالسربيا ومو كالإمبراطورة هالشي بيصدمها بتقول قرأ أفكاري ولا شوف ريكسان بيحكي رح أحتفظ بسربيا بقلبي بأي شكل من الأشكال هي إيراتي وحريتي لا تدفعيني بعيدا ولا تتخلي عني فعلا هاد اللي بيسير وبينما سربيا بتكون ما شاء الله يوم ورا يوم عم تشتغل ورا بعض وبادي بتقولها إنها ما عم تتناول الطعام بشكل جيد هي بتكون حاسة إنه هي بخير بس بتقول إذا بقيت صانتة ما بعرف شو اللي رح يصير بيكون شغلها كلام روكسان ما فيها تتوقف عن التفكير في هذه اللحظة لها الأثناء بتيجي خادمة عندها وبتقولها إنه الباروناسواني وصلت لزيارتها بيتفاجأ وقار من هالشي وبنعرف إنه الباروناسواني هي البجعة يعني البيضاء السريعة كل الأحوال تهد مع سابية وبتقولها شكرا إنك تقبل يتعدي مع إمرأة عجوز السبب ولا رغبة بلقائك وهذا الشي تنصدم لما تشوف التبرع الضخم بهذا المبلغ وبتحكيلها أكيد خليني أتبرع فيه شو رح أعمل بكل هالفلوس عاطيني إياهم بتقول لا بيستخدموا بالقبر ولا غيره خلاصة بيتحكي لها منيس يعني بعيد الشر عنك بتقول هيا الحقيقة وكمان بيعندي سبب خاص أنا ممتنة بسبب ولا إلك تسألها شو هو بتقول آسر يوبن اللي هو معنى خاص بالنسبة لإيه؟ لأنه المكان اللي يخدم فيه الإمبراطورة الراحلة حتى في نهاية بتقول آه أنت عم تحكي عن حادثة ستيتي لأصر يوبن تحكيلها أكيد ما فيني أسمح لأي حدا آخر باستخدام هذاك الأصر من ممكن يتجرأ يحصل على هيك شيء فبتقولها سواني يعني باختصار رح يتم محاسبة أي حدا بيحاول يحصل عليه وأنا دائما رح أكون بصفاك فبتحكي لها سبيا معايك هاد مبلغ كتير ضخم وعن جد رح يساعد شعبنا بشدة تحكي لها بس يبدو إنه الإمبراطور ما عم بحب المشاريع اللي عم تعمليها للأصف بتقول فعلا هلأ ما رح نتمكن من الاستمرار من خلال التبرعات بس لو أنت بنقدر نصمت بدون ميزانية رسمية فبتحكي لها سواني بس هل من الضروري نحصل على موافقته عفكرة انت الإمبراطورة كمان وعندك قوة عكتار من ما تتوقعي هالشي بيخليها تستغرب بتقول حاسك أنا عم بتقلل من قيمة ديموس ولا هو مجرد شعور المهم سواني بتقولها طيب يلا إذن أنا رح أستأذن وبتقرر إن هتغادر لكن لما تشوف خادمتها أو ربيتها سواني بتحس بالرعب لدرجة إنها تتخبى تستغرب سافيا ليش السيدة ريمودي تجنبت السيدة سواني شو القصة بالضبط بعد ما ينتهو تيجي ديمودي اللي عنده وتسألها لكي كان للوضع وبتحكي لها إن كل شيء كان طمام بس سافيا بتسأل إذا في شيء زعج ريمودي بتقولها السورية شو قصدك هتحكي لها شفتك وانت عم تتجنبي السيدة سواني قبل شوي وحست إنه في عندك مشكلة ما خبرتني فيها ديمودي التوتر تركع وبتقولها سري بالحقيقة كان في شيء من قبل ما قادرت أخبرك عن الدوء عنك فتسألها شو هو بتقول لما تشرت الشائعات بإنه الدوء الشاب رقسانة استضع شيطان وجلب المرض للمكان أنا كمان صدقت هذه القصة لغاية مصمعة الحقيقة من والدتي فتسألها السادية وشو هي الحقيقة بتقول خبرتني والدتي إنها شافت نفس الرسمة اللي التأت بغرفة الدوء موجودة بالطابق السوبلي من أصر الإمبراطورة السابقة رينال يعني هذا الرمز الغامض الخاص إلي ما حدا بيقدار يعرف حقيقته بتتفاجئ سبيا وبتحكي لها الإمبراطورة السابقة هي اللي كانت عملت هذه الشائعات بخصوص المسكين دوكتان وكل شي كان جزء من الخطة لإسقاط وريف العرش وبتقول باليوم التالي لمرجت لهناك التقيت بالسيدة سواني وهي عم تطلع من الأصر الإمبراطوري كان الطابق السوبلي فارغ كما لو قلت أنه كان في حدا شال كل شي على عجل متأكدة أن السيدة سواني هي اللي تخلصت من كل الأدلة بتقول آوك إذن يعني لها السبب كانت عم تتجنبها تحكي لها أنا والدتي ما كان قدامنا خيار غير أنه نبقي هذا الأمر زل لهيك بطمنى أنه تسامحيني إنه بسهل لقفشة هذا السل سابية بتحكي لها ما لك أيها زند دريمودي وأنا بتطهم اللي صار بس ليش خطط الإمبراطورة السابقة لع المؤامرة حتى بدون هيك ديموس كان هو ولي العهد والطبيعي إنه يسير الإمبراطور وبناء على اللي سبعته الحكم إنه تتبقى سواني بعيدة عن روكسان لأنها كانت مخلصة للإمبراطورة السابقة كل حياتها لكن هلأ الأمر غريب لأنه السيدة سواني مبين إنها صارت بدها روكسان أكتر من ديموس فش السبب لهذا الشيء؟ في أشياء أكيد لسه معرفته من ناحية تاني منلاقي هاد الساحر اللي إجا لعن تتيتي وكانت هي عم تحكي معه وشكلها ممرتاحة قالها اليوم طالعة حلوة كمان شكرته على هاد الشيء بعدها منلاقي مثل التحبان اللي عم يطلع من إيده وتيتي شوية خايفة بيحكي لها قعدة وخبريني كيف حال الإمبراطور؟ بتقول مغرم فيه على الآخر ومزاجه وصور أصبط حتى معي طبعا بسبب الإمبراطورة بيكون مزعوش فبيحكي لها ممتاز بس الأفضل تضلي حذرة إذا ما أنجبت وريس ما رح يكون فيه فايدة منك بالمرة بتقول له لا تقلق متأكد إنه رح أولى الطفل قبل الإمبراطورة فبيحكي لها ممتاز بمجرد ما تولدي طفلنا الإمبراطور علامتك رح تصير حقيقة ساها نشوف قصتها مع هاد السفت نعرف إنه تيتي لما كانت عم بتبيع الزهور ما شاء الله مثل بقعة الكبير الزمان كان هالشخص اترب منها وحكالها إنها بنت جميلة عندها شعر ما بينتلي لهاد المكان وسألها هل بتحب تكوني سيدة الإمبراطور؟ تيتي تفاجأت كثير من هالكلام ولسبب طبعا أكيد ما أدرت تقاوم هيك عرض منلاقي إنه حضرته أصلا هو اللي كتبلها العلامة السحرية المزيفة يعني باختصار صلع بيكتبه على الإمبراطور ولا العلامة حقيقة ولا غيره المهم بتحكيله أنا متأكدة إنه رح أخلي الأمر حقيقي بإنجاب طفل الإمبراطور يعني إذا خلفت من الإمبراطور الوشم الموجود رح يصير حقيقة وكأنها هي نصف تاني بقوله برافو أنا بحبك بهالطريقة وبحب الحيوانات اللي بتكون وفية لرغباتها وهلأ روحي للإمبراطور هاد الوقت بيكون أقوى شيء الأسان فيه بتحكيله يا حاضر البلد بتحمل حالها وبتغادر لكن لما تفوت غرفة الإمبراطور بتستغرب في ريحة غريبة ومؤرفة مطبيعية بينما بتكون عم تمشي تصطدم بشي وبتوقع لا تلاقي تكنية دماء مخيفة مرهبة موجودة بالمكان لما تفتح الشبارك تنصدم لما تشوف غزال مقتول وحيوانات كتيرة بتخاط بتتسأل شو هاد اللي صار بوقتها بتشوف ديموس وهو حرفيا إيده مثل الوحش مرعبة وبيكون عم يرجف بتكتشف انه هو نص إنسان يعني تحول لوحش شوي وبتسأله هل انت بخير شو اللي يصلك بيحكيلها لأ مو أنا اللي عملت هاد الشي صلاحيكو بتقول هل هو خايف انه يتم طبيقه بتقوله مو مشكلة لا تقلق انا ما شفت اي شيء بتضمه وبتحكي له أنا دائما جمبك بينما بيكون عم يرجف بيحس بشوية طمأنينة وبتقوله أنا هيك معك لأبد بعدها ملاق الإمبراطورة عم تشرف على بقية الأعمال وشوري شو ها الرسمة المؤرثة هاي على كل الأحوال يجل عندها ركسان اللي ما في وراه لا شغل وان عملة غير يشوف سبيا ويحكيلها اللي اشتاق لها المهم هي لما تشوفه بتحس بي خجل كبير اللي تسمو قادرة تنسى الكلام اللي حكي عليها لأنها بتتجنبه من هديك الفترة وبتقوله كان في كتير عمل متراكم فصري يبتسمو بيحكيلها بتقوله شوف هاي دعوة لحفل خيري حبيت أطيكيها مباشرة بيحكيلها شكرا وبيسأل هل ممكن أكون شريكك بالحفلة بتحس بالإحراج بيقولها الثري شكله أسأت الفهم بتقوله لأ لأ عين رد أنا عم بطلب إنك تكون شريكي لكن بتكون حاسة بالخجل بعدها بيقترب منها وبيقولها سريع ما رحت تخيل قدش كنت سعيد لما شفتك خجولة لها الدرجة هالشي يعني إنك تلاثي تهتم فيها أكتر من ما توقعت طبعا سبي خلاص بتكون رح تفرض لطغمة وبيقولها رح أجي لإستحابك في هذاك اليوم المهم سبيا بعدها بتقول إنه صار لها فترة ما شاركت بحفلات وما ارتدت فتاتين حفلات أنيقة وبتحكي رفضاتي اللي أرسلي يا ركسان بس حاس إنه مظهري محرج شوي لما تقابله بيكون برضو هو ما شاء الله نطقم معها وما يشوفه بيحكيلها أنا طالع كثير حلوة بتقول أكيد مبيني غريبة هو بينبهر تقولها بالعكس ثلاثي أحلض ألف مرة من المتوقات جمارك عن جد ما في إله مثيل لدرجة إنه كعلاني أشرد غصبا عني بطوله عن جد مبين حلو علي بطولها كتير كتير المهم بعدها بتحكيلها بتوقع إنه يمكن اللون لأنه كان ملابئ علي وعليك وبيحكيلها بصراحة هاد لون المفضل في عنا كتير أشياء مشترك يا سيديا هالب تسمحي لقراتك بتقوله أكيد وهيك بفضول اثنين سوا بينما بقيت النظلاء بيكونوا عم يطلعوا عليهم زادية بتشكر الكل على قدومهم وعلى كل الأعمال الصالحة اللي ساعدت بي بمرور فصل الشيطة وبتقول بتمنى إنه حظكم السيئ ينمحى بهالأعمال الخيرية لكن الصادم لما تشوف ديموس التافه يجمع تيتي هالشي بيخليها تتفاجأ بعدها بتقول إيه دي؟ كلنا بنعرف إنه ديموس مرائل زماية الخيرية لهيك من الطبيعة لأنه ما يكون كتير يعني مقبول وجوده فيه طلع هو فيه هيك وبيقول كأنه مش لازم أكون بهالمكان سيتي بتتحكي مستحيل أنت الإمبراطور كل شي بالإمبراطورية لإلك روكسان بيحكي سوري بس هاد حفل حاض للمتبرعين ها بيطلع ديموس هيك وبيروح معطيهم هداك الشيك وبيقول ضيب يلا بسمحولي أتبرع أنا كمان وهلا بقدر أحضر صاح روكسان يا ربي مش طايقه وبتحكي بوقت السابية لازم أهدي الوضع قبل ما يصير أكتر سوءا تتشكلوا على مشاركة هاي وبعدها بيطلع فيها وبيحكي لها لأ أنا جيت هون لحتى أشوف الإمبراطورة وبيمسك إذا بس شكل تافه وبيقول دفعت تمن عادل لهيك أعطيني من الوقتك وبهيك بنكون وصلنا لنهات القسم الثاني من حكاية سابية و روكسان اكتبونا رأيكم بالتعليقات وشو اللي رح يصير معهم بنشوفكم بملخص جديد ولا وقته سايونرا